موسيقى هنكمل مع بعض نهاردة ان شاء الله باية أسئلة الفرمكولوجي كنا وصلنا لغاية الصفحة 101 طيب عيان عنده 72 سنة العيان ده ماشي على دايبريدامول السؤال مباشر بيقولك دايبريدامول بيشتغل كم التسانشن دايبريدامول ده انتي بلايت ليت بتديه في الموتاد ما الاسبرين في العينين بتوى ستروك او تي اي اي بس هما ساكن لاين ده ان فيرس لاين هو طيب دايبريدامول بيشتغل ازاي به فوسفوضايستيريز النابيترو ما تنساش انك فيه ثلاثة الوية فوسفوضايستيريز النابيترو السي وفلل والضايبريدامول والسل دينافيل كان سل دينافيل فوسفوضايستيريز النابيترو لتايب فايف عيانة في مين عندها ستاربين سنة العيانة دي جاي مستشفى جاي بضغط عادي حلو فانت قررت تكتب لها هايدرالازين عشان الضغط العادي السؤال الهينا مباشر الهايدرالازين بيشتغل ازاي؟ خلي بقلك احيانا السؤال ما بيبقاش ليه اي علاقة بالكيسر تمام؟ الهايدرالازين بيشتغل ازاي الهايدرالازين دايريكت الهايدرالازين بيشتغل فبيزود الهايدرالازين فبيوطي ضغط العيان طيب الكيسر البعده عيانة عنده اربعة واربين سنة جاي من بانجلاديش عنده هستروفماترارسينوز والترافايبريليشن والدياجنوز والسيبي العيان ده انت تكون تحطه على انتي تبيركيلاس ميديكيشن وطبعا لانه هو اي اف فكان ماشى على وارفري وراح الاي نار بتاعه وقفز مرة واحدة اول ما تشوف الاي نار بتاعه وقفز مرة واحدة اعرف على طول ان فيه حاجة عملت انهيبشن لسيط كرون بفور ففتي طب ليه؟ لان الوارفرن هو واحد من ادوية اللي بتتكسر عن طريق سيط كرون بفور ففتي اي حاجة بتعمل لها انهيبشن او اندكشن بتأثر على الميتابوليزم بتاع الوارفرن بما ان الاي نار زاد يبقى الوارفرن زاد في الدم لان الاكشن بتاعه زاد تمام يبقى انت عملت انهيبشن كرون بفور ففتي مين الدوام مشهور جدا من عادة تي بي اللي بيعمل انهيبشن كرون بفور ففتي على الايزو نازد على الايزو نازد والعكس مين اشهر دوام بيعمل استيميليشن كرون بفور ففتي من عادة تي بي هو ريفم بيسين اه 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 أماشي هنا سؤال مباشر بيقولك الـ ده انتهايب رزميك ميديكيشن متصنف من انهي عله تمام؟ اي كلاس وان اي كلاسون اي دي كان بتشغل زي بي كان بتغفل سوديمو تشانل تمام فكانت بتطول الاكشن بوتينش طيب السؤال البعده عين تسعة تلاتين سنة ناوي انت تكتب له ماو انهبتر اللي هو فينيلزين خلي بقى لك الماو انهبتر اثنين مشهورين فينيلزين وترانايل سيبرومين طيب انت ناوي تكتب له فينيلزين تمام هنا بيسألك ايه الاكل اللي ممكن يأكله يبقى سيف مع الماو انهبتر تمام انت مشكلتها كان في الماو انهبتر الاكل الغني بتايرامين لانه بيرفع جدا ضغط العيان ممكن يدخله في هايبرتنس في كريتسيس طيب مين من دول يا بيسيف بالعيانين الماشيين على الماو انهبتر بوفريل شيس اوكزو برود بينز ولا ايجز طبعا كلهم كلهم انصيف معاد ال ايجز لانه ما فيهاش تايرامين مين من دول ما بيحصلش مع اليد بوزنين نفتكلم مع بعض اليد بوزنين دلي كان بيجي من البيوت القديمة لانه ممكن بيستعملوا ازيان زبا كانسولياتينج ماتيوريال تمام اخر صادفك منه هو السي نس نيورو سايكاتريك مانيفستيشن و جي اي تي مانيفستيشن تمام طيب خلي بقالك برضو من حاجات مشهورة انه بيلون حاكتين بيلون اربيسيز و يعمل فيها بيزوفيلك سايكاتريك مانيفستيشن تمام وبيعمل فيها بلوش لاي وعلاجه اي 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 علاجه كليتور طيب مين من دول ما بيحصلش مع اليد بوزنينج برفع النيورو بس طبعا لانه نيورو سايكاتريك مانيفستيشن احكرو جلومنفرايس لأنا ما بتدربش كدي مالوش علاجه خلص بكدي وبيقدر بيجي اي دي ونيورو سايكاتريك تمام ابلو لاينز طبعا بدهم نبين طبعا مايكروستيك قدمي طبعا بيبقى معا فيها بسبلك يستيبلينج من من دول إيه ايه موست لايكي لتو كوز امبيرد غولوكوز طولرانس طيب من دول بيعمل امبيرد غولوكوز طولرانس تمام الواحد من دول اللي هو ينفع تاكروليماس أي تاكروليماس دامنون سابرسف ميديكيشن كان بيعمل انهيبيش عن كالسون يوري فبيقلل انترلوك انتو بروداكشن تمام؟ شبه مين؟ سايكروسبورن عيان ثمانية وربما سبعين سانة دي ستشارجي فولون فراكشور زينيك وزين فيمار عن ريوشي ميكين ميكين جود بروغريس بط كونسدراشن جيفن تو ساكندر بروغريس بطاكشور فراكشور زينيك طيب العيان دي تكسرين فطبعا هو هنا بيتكلمتك عن ايه بيتكلمتك عن بروفلاكشن ان ست دي ما يحصلهاش تاني فراكشور تمام؟ ده طبعا مدام فراكشور وفي الفيمر تمام؟ لازم على طول تحط العيان دي على بيسفوسفانيت تمام؟ ليه عشان ما يمنع عشان يمنع الفيوشور فراكشور ما تنساش ان البيسفوسفانيت اهم ساعدة فكرة بالنسبة لك انه بيبوز الجي اي تي وبعمل جاستريك تمام؟ وساعدتها بتدي بدين الممتاز ليه الوزولدرينيك أسد طيب وشان وزافولك is not indication for hemodialysis and salicylate overdose acute renal failure طبعا convergence طبعا serum concentration 400 بالمون راديما طيب وميتابوليك أسدوز خلي بقلك ان رقم واحد واثنين واربعة وخمسة دول صحي جدا تمام؟ لو انت ضربت الكيدني او cns او lung او دخلت العين في ميتابوليك أسدوز من الوحيدة من غلط رقم ثلاثة ليه؟ لانك انت بتعمل hemodialysis لو كونسنتوريش اكتر من 700 ما تنساش الاسبرين اهم صايد افكت بالنسبة لك اوهم كومبريكيش هو فبيدخل في بعد كده بيوقع في الكيدني فبيدخل في ميتابوليك أسدوز تمام؟ من من الميتابوليك المشهورة جدا هو موضوع التينيتاس والزيادة التمبرشور سؤال مباشر يا بي انت كتبت العيان من شابتر الانفكشن من شابتر الانفكشن فاللوغ دي لبريت اوويروس اثايلين غلايكول السيتدي اخد قره علي من اثايلين غلايكول تمام اثايلين غلايكول ده مادة بيسمونه في العربية وكده تمام؟ مشكلة الكيورد بتاعتها ماركتكريستانوريا تمام؟ الانتدود بتاعتها لما فومي بيزول بس فومي بيزول هو نمبر وان صدب نورمال بوتاسيوم نورمال كوليريد نورمال بايكارب نورمال يوريا أربعة نورمال كوريات او بوين تمانية نورمال اللابس بتاعتها كلها بالكمل النوربان. تسمى مطأب البروخير فورستراتيشن. الثانول في مبازول هيمودياريسيس هيموفولتريشن دانتوريلين. الفرس لاي في السيولين الجلايكول هو الفومي بازول. الفرس لاي. بيتخاني معا على الإنزايم اللي اسمه الالكولي هاتروجينيس. تمام. فبيقلي تكوين الميتابولايت اللي هو الفورميكاسي. طيب. ما من الميتابولايت اللي هو الفوريزمات بيشتغل فين يا بي. الفوريزمات بيشتغل فين يا بي. فوريزمات دا ديوراتيك بيشتغل فين السند جلوب فيندي. انت مغمض عينك تمام. اما الاتنين ديوراتيك التانيين السيزايد والسبيرون والاكتون. الاتنين عالدستل كونفوليوتر تيبيو. يبقى في واحد الواحده على سند جلوب فينلي. والاتنين تانيين عالدستل كونفوليوتر تيبيو. طيب. الكيسة اللي بعدها عيانة عنده 72 سنة. العيان دا جاي بمتاس. تاتيك اسمول سلان كانسر. عنده هيكب. سؤال مباشر يا بي. ايه الدراج الف شويس لعلاج الهيكب. الكلوربرومازين. الكلوربرومازين. سؤال مباشر. مكتوب في اخر شبطر الفارماكولوج. عيانة عنده طيب 2 دا يا بي. العيان دا انت حطيته على سيتا جليبتين. السؤال مباشر يا بي. سيتا جليبتين بيشتغل ازاي. السيتا جليبتين بيشتغل عن طريق ان هو. داي بيفتدين بيفتديز. فور انهيبتورو. الدي بي بي انهيبتورو. تمام. هناخدها فين. هناخدها في شفر اندوكراي. عيانة عنده 35 سنة. اللي عندها عنده سكيزوفرينيا. اتحول للأي ار عشان عنده اوكيولو. 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 جاييرك كريسيز. اوكيولو. جاييرك كريسيز. ده لما تلاعي عين عين مرة واحدة رفت لفوق. تمام. او رابط العين تنتين على الجميع. اللي هو اسمها الثاني. أكيوت ديستونيا. الفرسلان أكيوت ديستونيا. الديفنهادرامين وبنزوتروبي. طيب. اوهين الى حلطة بنزوتروبي. والحلطة ضيفنهادرامين. حلطة بديل ليوم الى البرو سايكيليدين. تمام. على فكرة الاكيوت ديستونيا حتى لو انت ما عليكتاش بتخفي الواحدة. طيب شوية. كمان ورابط العين بتدت ترجع للنورمال بوزيشن بتاعه. سرومبوساتوبينيا بتحصل مع الأدوية دي كلها معادة. سؤال مباشر. كل الدول ممكن يعملولك سرومبوساتوبينيا معادة الوارفارين. ما بيعملش اكسينسيف فرس باس ميتابوليزم. هو ايه الفرس باس ميتابوليزم دي يا بيه. دي ان معظم الأدوية بتعدي من جي اي تي. بعدما تتاخد اورل تروح على الليفر معظمها هيكسر في الليفر. فبالتالي بتحتاج غصبا عنك انك انت تزودوا لأورل دوز. تمام. مين من دول يا بيه. دي فرس لاي ميتابوليزم قدها زي بقى. قدها زي بقى. طيب. السؤال اللي بعده. عيانها عندها سبعين سنة. العيانة دي انت كتبت لها بيوميتانايد. عشان عندهكم جي سفار فيدر. بيوميتانايد ده دايوريتك. دايوريتك شبه بالزبط اللازكس. شبه الفورزمايد. تمام. لما قلنا خلي بالك هم اللي اتنين. شبه بعض. بس الفرق ان بيوميتانايد اقوى من اللازكس. وبالتالي اغلى منه. تمام. بيوميتانايد بيشتغل فينا عن نفس المكان اللي بيشتغل فيه اللازكس. اللي هو الاسينجلوبو فاندي. لكن خلي بالك سايزايد. والتاني اللي هو آآ. والتاني اللي هو الاسبايرون والاكتون. اللي اتنين بيشتغل على الديستان كومبليوتيد تيبيول. طيب. السؤال اللي بعد كده يا بي. عيان عنده 72 سنة. العيان ده ماشي على كودامول. تلاتين. أرسين. أربع مرات فيديو. فوربين ريليف. انت اللي ينوي تغير جرعة العيان ده. تمام. نوي تقلبه على المورفين. فهتقلبه ازايد. للأسف طبعا سؤال السخيف ده. موضوع انك انت بتحسب الجرعة. وتشوف ما يعادلها من المورفين. العيان ده بياخد كودين قد ايه. بياخد تلاتين. في اتنين. لانه بياخد قرسين. فاربعة. لانه بياخده اربع مرات في اليوم. الخمسمية ده جرعة البرستامول. تمام. العيان ده ياخد تلاتين في اتنين بستين. وستين في اربعة بحوالي ميتين واربعين. تمام. طيب. دلوقتي انت عايز تقلبه على مورفين. المورفين. ما يعادل كم. المورفين يابه ما يعادل. العشر. تمام. فانت بتقلبه ما تكون ميتين واربعين. ميتين واربعين ده الجرعة بتاعت الكودين اللي هو كان بياخدها. كان بياخد كودين. اتنين. تلاتين. اورسين. اربع مرات في اليوم. يعني ميتين واربعين. تمام. نلوقتي انت عايز تُحويله على الورaramورفين. الاورالمورفين. عشر الجرعة. يعني حوالي اربع عشرين. تمام؟ فبالتالي انت ااسب اجابة انك انت تدي اورالمورفين خمسTAشر ميلي جرام مرتين في اليوم. فانك كانك بالضبط تد cruelين ي менее لعاحد موين لكين. تمام. قسف الفلت Azim زيجرت كودين. 500 ده كودامول تماما احنا بلاس بحاول ما بين الكودين ما بين المورفين يبقى تاني الكودين العين ده كان ماشي على كودين تلاتين قرسين في اليوم يبقى ستين فاربعة مرات في اليوم يبقى متين واربين انت عايس تحاولها المورفين اقسم على عشر تمام يبقى بقى اربعة وشرين اربعة وشرين تديها مرتين في اليوم يبقى تديها كانك بتدي اتناشر او خمستاشر ميلي جرام مرتين في اليوم سؤال بعده سوما تربتان بيشغل ازاي هو ما سوما تربتان ده اي بيه ده فيرس لاين في العينين عندهم مجرين ما تنساش انه هو كون رنديكيتد في العينين بتوعس كميك هار ديسيد لانه بيعمل بازو سبازم السوما تربتان بيشغل ازاي بيه ده فايف اتش وان اجونست البيفالوردين بيشغل ازاي ده سؤال من كارديورجي ده دا دا اي سرومبون انهبتر طيب تخيفها في صراحة معظم مكانزمات اف اكشن طيب الاولنزابين بيشتغل ازاي الاولنزابين هو بيقولك انه بيقفل دوبامين ريسبتور دهب هل هو بيقفل دوبامين بس لا الاولنزابين ده اتبكال انتساكوتك تمام هو الفرس لاين في عينين سكيزوفرينيا بيشتغل ازاي بيه في الاتيني ريسبتور بيه في الدوبامين وبيه في الكمان سيروتوني ما تنساش ان عشر سايدفكت الادوية دي انها يتخن وبيتجيب السكر طيب البعده عين صغير تلاتة عشرين سنة جيد اي ار العين ده كولابسد انزا باثروم ات هاوس بارتي بعدها التلاتين ديه يعني العين كولابسد العين ونسبة الوعي قليلة العين تاكي كارديك بلس مية وتمانية بلد برشة مية وربين تسين تن برشة سبعة تلاتين وتلاتة ريفيو هم اجين سيفي عنده سيفير ابدومين البين تمام عين شكله كده ضرح حاجة بيته عالي ضغطه عالي العين مش مركز وشاب صغير طيب قام برشة الوضع باقبلا بس رسول uhaha بعدكده he went to the toilet five minutes ago what is the single most likely to cause his abdomen طيب بص ركت معي عشان هي القيسة صابة شوية العين ده شاب صغير جاي كان في حفلة خلي بقلاجة في حفلة تمام شاب صغير في حفلة جاي لك نسبة الوعي بتاعته ضعيفة غالي ما نضرب حاجة في الحفلة كحولة ومخضرات تمام العين ده تاكي كارديك ضغطو عليه شوية وعنده سيفير اب دومنال بين وابلات في الليسطون نمسكه بم واحد واحد. هل يبيه ديوديني ديوديني ألسر? لو هي ديوديني ألسر هتفسر لك البدء الموجود في الليسطون لكن مش هتفسر إنما قصة حصلت واحدة مش هت مسرة واحدة مش هتفصر قصة وجوده في الحفلة مش هتفصر نسبة الوعي القليلة اللي عنده تمام هيمراجيك بان كيرتايس آه هيعمل سيفير اب دوان بين لك مش هيعمل بلات فيلسطول مش هيعمل نسبة وعي قليلة اسكيمكولايتس دي اي سي مش هيعمل سيفير اب دوان بين عيام بيموت لكن مش هيعملوا سيفير اب دوان بين رابشور أورتك أبدو من أورطة مش هيعمل بلاتفلسطول. رابشور أورتك أبدو من أورطة هيعمل لك إكس إكس بانتايل ماس تمام معها أبدو هامبين عنيف ضغط العين هيبقى في الأرض مش هيبقى عالي مية أربعة وربين تسين تمام الحاجة الوحيدة من دول اللي تفسر سيفير أبدو هامبين مع بلاتفلسطول إس كيميكولايز طب يا بي إس كيميكولايز ده كان بيتشاف في الناس الكبار في سنة اللي عندهم إي إف لا ممكن ييتشاف في واحد ضرب مخدرات زي الكوكين ليه؟ لأن الكوكين بيعمل ماركت فازوس بازم فازوس بازم مع شهرين مخو ممكن يعمل ستروك على شهرين قلبه يعملوا ام اي على شهرين جي اي تي يعملوا ام بركس كيميه تمام كيسة صعبة شوية صرحة بس هي ما تجيش إلى باي إكس إكس إكلوشون طيب وشوف زافولون انتيبيويتك بيشتغل عن طريق أنه بيعمل انه بيعمل انهبشن للبروتين سنسيس جايبها من شابتر انفكشن طبعا الجين تبعيس انت بتكونسيدر انك انت تكتب العينة من فارنسلين فارنسلين ده واحد من الادوية بيساعد الناس انه بطل تدخين طيب خلي بقلك هو هنا بيساعدك سؤال موشير ايه ايه اكتر حاجة لازم تاخد بالك منها قبل ما تكتب فارنسلين ان العين مايبقاش دبريست ليه؟ لان فارنسلين بيرفع قوي 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 سوصاة للأتب اما اليابين لو كان بروبروبيون تاخد بالك ان العين ان العين مايبقاش عنده هسره في بليبسي ليه؟ لان بروبروبيون بيزود السيجرز تمام؟ وما تنساش ان الليتين ممنوعين في الستات الليبترطة وفي الستات الحوامي تمام؟ اما المين الموصيف يابين؟ الموصيف هو النيكوتين ريبليسمين ثرابي طيب الكيسة البعدها عيان واحد وثلاثين سنة العين ده عنده بالمونر تي بي اتحلط على الريفان بسين وايزو نايزي دبريزيناميد وايثم بيتو العلاج الروباي بعدها بشهرين الليفر فانكشن بتاعته بالروبين تسعة عشرين الكلام فلسفتيت مية تسعة وسبعين التعالي الجي جي تاعالي القلب من تلاتة وتسعة ايه من دول طبعا الليفر انزيم بتاعت العيان عالية؟ طيب السؤال يابين اللي بيسأله لك مين من دول خلى طبعا هو بيقول لك ان التوكسيسي دي مسلا افترضنا اني حصلت من الايزو نايزي دي تمام؟ مين من دول اللي يزيويد ريسك الايزو نايزي التوكسيسي طبعا ايزو نايزي مشهور اكتر من موضوع الهيباطيس مشهور اكتر بالبروفرن يورباسي طيب ايه من دول اللي ممكن يزود لك ايزو نايزي التوكسيسي بصفة عمية؟ يعني خلي بالك السؤال ملوش علاقة بالكيس سيناريو خالص تمام؟ هو الاسيتاليترو ستيتوس ليه؟ لان جزء من متابوليزم بتاعه انه بيعد عن طريق الاسيتاليترو فبالتالي بيتأثره بصورة كبيرة جدا في الناس اللي هم افاص واسلوه اسيتاليترو تمام؟ اخر موضوع في شابتر فارماكولج طيب السؤال اللي بعده مين من دول يبي بيزود ريسك الفينوس سرومبو امبوليزم فلوكسيتين سيليجدين دازبهام امتربتدين اولنزابين من شابتر سيكاتري في الناس القرارين سيكون النفقة الموجودة للقاملة لو لما افاص واسل الموضوع في الناس الذي كان لا يمكنك المجموقة بالكتالي بيزود ريسك الفينوس في الناس اللي هم ليس بيزود ريسك في الناس المتابعة تمام؟ مين من دول يبي؟ ما بتبتدهنش فوراً علاج البسفسفينية تمام؟ واحد وطق واحد ثمانين سنة عندها فراكشور نكوفيم مرتبة لازم تبدي 64 سنة عندها fracture بالصوراسك سباين والديكسا سكن مينس 3 و 1 طول ما هو أكثر من مينس 2 و 1 لازم تبتدي عيانة عندها coolest fracture والتي سكور مينس 3 و 1 لازم تبتدي مينس 3 و 3 عيانة 64 سنة رفاية وعندها fracture بالصوراسك فيورتيبري والتي سكور مينس 2 و 7 لازم تبتدي تمام؟ طول خلي بالك أنتي سكور أعلى من مينس 2 و 1 و في كتك لازم تبتدي طيب عيانة 71 سنة ده coolest fracture of the wrist وديسك ديكسا سكن بتاعها تيسكور مينس 2 و 1 ده الوحيد آوت of discussion تمام؟ ده الوحيدة الغلط تمام؟ ليه؟ أولاً لأن النوع fracture موجود في الرس وتاني حاجة لأن تيسكور مش معادي المينس 2 و 1ص طيب عيانة 65 سنة عندها متاستاتيك بريست كانسر العيانة دي المهم إنها بيئت agitated هي عندها متاستاتيك بريست كانسر والعيانة مرة واحدة بيئت agitated أي دراج في شويس الاجيتيشن يا بيه؟ من شابطر السيكاتري أورال هالوبردول أورال هالوبردول تمام؟ خلي بالك إلا لو كان عياناً اجيتاتيك تيجي تكحول أو مخضرات لو نتيجي تكحول أو مخضرات الفرسلان في العيانين دول ساعتها بيبقى البنزولايزيبين عيانة في مين 4 و 40 سنة العيانة دي عندها هسترو في ألكول إكسس أنسيروزيز جالي أوروز بالبيتيشن أنت ريسيف أكول فروم زي لابورتري اللي اتصل بيك عشان يبلغك نتيجة إلكترايز بتاعتها سوديومها أليل بوتاسيوم يعني بوردلاين كالسوم أليل فوسفيت مش هعرف صراحة الرقم ده نورمال ولا مغنيسوم أليل يعني سوديوم أليل كالسوم أليل مغنيسوم أليل طيب أسايد فروم هير ألكول إكسس إيه الدول اللي ممكن يكون عمل لها كده إيه الدول اللي ممكن يكون عمل لها هايبو مغنيسيميا طبعا أكيد ديوريتيك أكيد ديوريتيك تمام؟ أول ما تلاقي إلكترايز كلها في الأرض شوك على طول في الديوريتيك تمام؟ طيب مين من دول يبيه اللي ممكن يكون عمل لها هايبو مغنيسيميا كارفيدلول فورزمايد أمبرازول ثايا من إسبارون الاكتون طبعا ديوريتيك الوحيد من دول اللي يعمل كده هو الفورزمايد تمام؟ إسبارون الاكتون ما يوقعش أول إلكترايز بالإضافة أن إسبارون الاكتون بيرفع البوتاسم تمام؟ أكتر إلكترايتي وأكتر ديوريتيك وأعلى إلكترايز في الأرض الفورزمايد طيب على فكرة هل مثلا لو كانت الصائزايد ونقول في الاختيارات كانت تنفع لا ليه؟ لأن الكالسون بتاع العيانة قليل تمام؟ أنت أن العيانة دي عندها هايبوكالسيميا فبالتالي لأن الصائزايد خلي بالك مشهور بالهايبوكالسيميا عشان كده أنت بتستعملهم في العيانين اللي عندهم رينال ستونس طيب السؤال بعد عيان عيان خمسين سنة جايل لك الجناعيش عشان ربّوه حسان ربّوه حسان الحيبوكالسيميا تشعر بعض السبعي طيب عنده أعراض لورج IMF-T infection, post-mecturation dribbling and poor strain. من واضح أن البرستاتة بتاعته كبيرة. الجبيه بتاعه رفوز the patient بعد السبعين to find a fast improvement in symptom. On examination, the patient process was enlarged, firm, smooth with a midline sulcus and no creaky elements. Which antihypertensive is the general practitioner likely to have started? العين ده بالراح. العين ده عنده مشكلتين. واحد هو hypertensive, اتنين البرستاتة بتاعته كبيرة. تمام? بيقول لك أنت كتبت للعين ده, antihypertensive, وفي نفس الوقت حسد أعراض البرستاتة. يبقى أكيد هو antihypertensive بيشتغل على الاتنين. بيوطي لك الضغط وبيقل البرستاتة. بيوطي لك الضغط وبيقل البرستاتة. مين الوحيد اللي بيعمل كده? الالفا بلوكر. الالفا بلوكر. تمام? ما تنساش ان الالفا بلوكر. واحد من الأدوية فعالة جدا في البيو بي اتش. وفي نفس الوقتها يبرتنسك من الكيش. تمام? فالعين ده الحركة الوحيدة اللي تنفع تشتغل على الاتنين هو الالفا بلوكر. اموسكو مصادفك بتاعه. بوطي لراها يبوطي لش. طيب. بحكي ده سؤال مباشر يا بي. الليدوكين بيشتغل زي. آسف الليدوكين من تصنيفة الأريزميا. انا واحد من عيلة الأريزميا. كلاس 1B ايجنت. عينا خمسة واربين سنة جايل ايار. أخذ إسايلين غلايكول. مين من دول ما يحصلش مع الانتفريز. تمام? طبعا. طبعا. هايبرتنشن؟ لا. طبعا من ميتابوليك أسيدوز. لا 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 لا. طبعا لا. هايبرتنشن أيها. طبعا لا. تمام? يعني حتى لو انت تردد في الهايبرتنشن أكيد. لوس و فيجن غلط. ليه؟ لأن الوصف فيجن ما تحصلش مع الانتفريز. ما اللي بتحصل مع مين يا بيه؟ الميثانول. الميثانول. تمام؟ انا بصراحة في الأول اه تلخبط في الهايبرتنشن. بس حتى لو انت تطلخبط سهل جدا انك انت تصلح نفسك لأن الانتفريز ما يعملش خالص لوس و فيجن. ده اللي يعمل لوس و فيجن هو الفورميك أسيد اللي بيطلع من الميثانول. اللي انت دقط يا بيه الفومي بيزول والساكن لاين إثانول. طيب. راشيل خمسة واربعين سنة جاي للروتين بلد. فور هيلثيك تشيك. الرينا فانكشن بتاعتها سوداما كويس قليل. بوتاسيما كويس يوريا خمسة وثلاثة كرياب بتاعتها كتنة فانكشن بتاعتها نورمال. جيت اكس ده فولون ميديكيشن سيريطرانين كربونسول أمنوديبين ميتفورمين أسبرين. وشف زافولون ميديكيشن سبب الهايبوناتريميا. العيانة دي عندها هيبوناتريميا سودامها مية خمسة وعشرين. ايه ده من دول يا بيه اللي يمشي عليه اللي ابتدى يعملها هيبوناتريميا. تمام سؤال ده طبعا جاي من فين من البيزيك ساينس تمام من حتة الالكتراني من البيزيك ساينس طيب من من دول يا بيه اللي يكون عامل العيانة هيبوناتريميا. أسبرين ميتفورمين أمنوديبين الكربونسول السيريطرالين لا السيريطرالين. ايه السيريطرالين ده؟ سيليكتف سيريطرون ريو أبتيكينابتر. هناخد التجميع بتاعته في شابتر البيزيك ساينس طيب السؤال اللي بعده عيان. تسع وشرين سنة عيانة تسع وشرين سنة جاي لأي آر العيان اللي عندها كربونسول بوزينيك. هاي فلو أكسجي is applied on a rifle. وشانه في زفونك is not an indication for high parbaric oxygen. تمام؟ كربوكسي هموغل من كونسنتراتيشن ستارش رفل مية. انتياريزميا. اكسرا برامدال فيتشار. لوسوف كونشوسنس ولا بريجنسي. كل دول صح معده رخم واحد. كل دول صح معده رخم واحد. لو العين بقع عنده هارزميا. او سينس منفستيشن. او ماركت كولابس او حامل. لانك انت بتخافها على البيب اللي في بطنها. لازم اللطوب بتحطها على الهايبر بارك اوكسيجن. طيب. اما اليابيه احنا ليه ما اخترناش اللي هو الكونسنتراتيشن ده. لان الرقم حطوط ده ما هواش انديكيشن خالص. انك انت تتعمل للعيان هايبر بارك اوكسيجن. ايكيور بتاع كربونسول بوزينيك. موضوع البنك سكين اللي هو شعري الريد سكين تمام. السؤال اللي بعده عيانة واحدة ثلاثين سنة جاي. سيكون صالتو فالونغ ان ان افينفول بريجنسي. سؤال مباشر. مين دوما دوديا به اللي ممكن سيف انك انت تتكمله والست حامل. في نيتون طبع الرقل في الكربونسول باشي ما فيش اي انتباليبتك ميديكيشن في الحامل. تمام? الكربونسول بوزين هو موز سيف لكنه مية في المية. واي عيانة حامل ماشي على انتباليبتك لازم تاخد فو ديت عشان ما حصلش ببيب البطناء. نيورال ديوب ديفيكت. لمترجين سوديوفالبرت. طبعا كل الادوية محطوطة دين كلهم انتباليبتك ميديكيشن ولا واحد منهم سيف في الحامل. زا موز سيف اسكربة مازيبين بات اتس نلت سيف مية في المية. طيب سؤال بعده عيان جاي لك من حفلة العيان ده جاي طور من حفلة بيقول لك ايه من دول يخليك تشوك ان العيان ده كان ضرب اكتسي اكتسي واحد من المنشطات المنشطة واحد من المخدرات المنشطة تمام مشهور جدا في الحفلات الام دي ام اي اسمه التاني. حرارته عالية طبعا هو بنشط الجسم كله يعني الهايبرتنشات تاكيكارديا يزود ريسبيراتوريت يرفع درجة الحرارة ريسبيراتوريت ديبريشن العكس هو بيزود. هايبرنترين ما مالوش علاقة بالالكتورايز ما يوز اسلاقة بالعكس بيعمل ميدرياسي يور انكنتنا اسلاقة تمام ما تنساش المخدرات المنشطة سواء انت بتكلم عن اكتسي ام دي ام اي الاس دي في ناي سايكليدين كوكين امفيتامين مثال امفيتامين ده مجموط مخدرات المنشطة كلهم بنشطوا الجسم بالكامل تاكيكارديا هايبرتنشان تاكياريزميا هايبرفنتيليشن بيرفع درجة حرارة الجسم ميدرياسي بيوسعوا الجسم كله تمام بنشطوا الجسم كله طيب مين من دول ما بيحصلش مع الكوكين ميتابوليك الكاليوس طبعا لا برا اللعبة هايبر سيرميا سايكوزي رابدو ميرس سيجرز تبين كلهم صح تمام برضو تاني الكوكين من المخدرات المنشطة بتنشط الجسم كله ممكن تدخل في ممكن يعمل ماركت هايبرتنشان برضو تاكيكارديا هايبرفنتيليشن نفس الكلام هايبر سيرميا من الحتة اللي هي تعتبر للكوكين لانها ما بتحصلش مع المخدرات التانية موضوع الفازس بازم العنيف اللي بيعملوا عشان كده ممكن العين يجي لك بشاسبين او بغارات ستروك او بميزيندرك اسكيميا زي الكيسة اللي عدت علينا من شوية هو مخدر الوحيد اللي بيعمل الحركة دي طيب وشوانا في زفانغدراكس ماي بيكليرد باي هيمو داليس مين من دول يا بيطلع عن طريق هيمو داليس السؤال مباشر بيتابلوكرة ريسايكليك اسبرين بنزودازيبين ولا ديجوكسن لا الوحيد طبعا هو الاسبرين طيب عيان اربعة وثلاثين سنة العيان جايبين هو لك في الـ ER تم اه العين ده كان في بيت ولع في حريقة كان في بيت البيت ده ولع في حريقة تمام اون اجزامنشن shortness of breath drowsy confused complain of feeling dizzy with a worsening headache تمام ما فيش evidence official burn and no strider هو جسمه ما تحرعش هو بس قعد مكان فترة كبيرة في الحريقة او ما تشوف مكان فترة كبيرة في الحريقة او ما تشوف مكان فترة كبيرة في الحريقة والشخص ده قعد فترة كبيرة يستنشق الدخان شوك في حقب الاتنين للسينايد للكاربون مونكسايد للسينايد للكاربون مونكسايد تمام عشان كده كاربون مونكسايد توكسيسيتي اه كومان جدا في الناس اللي بتشتغل في المطافي اللي بيطافوا الحرائي تمام طيب العيان ده ضغطه normal heart rate 102 اوكسسات يوريشة 100% اه 100% تمام والرسبيراتوري بتاعه 35 ماركت دي فرلاش بط اي فبرايد الفينيس بلاد جاز الريزالت ار شون بلو البيتش بتاعته acidosis الكاربون داكسايد بتاعه قليل بأكسجين نورمل او عالي السوديوم نورمل والموتاسيوم نورمل البيتش قليل يعني اي لك بميتابوليك اسيدوزيس للي tenthبيتش acidosis والبيتش اولاي كرتكيب قليل ميتابوليك اسيدوزيس الكوروراي نورمل اللي التشاب بتاعه عالي جدا اللي التشاب بتاعه 13 6 اه رقم عالي جدا تمام طيب مين من دول يا بيه؟ What is the most appropriate next step? زي ما أقول لك أنت أول ما تشوف عين تمام مطلعينه من بيت كان محروق شوك في حجم الاتنين لما تقرب المقصر بويسنج لما تصينات بويسنج تمام طيب العين ده جاي بإيه؟ أولاً كلينك البكشر هو مديها مش مساعدة على حاجة لكن هو مدي كلمة واحدة بس إن العين ده عنده metabolic acidosis يبقى ده سيانايد ده سيانايد تمام ليه سيانايد لأن metabolic acidosis بعد بيت كان مولع metabolic acidosis بعد بيت كان مولع تمام طيب علاجه إيه؟ هتدي له antidote إيه ال antidote؟ اللي هي الhydroxycopalamin الhydroxycopalamin طيب طيب الكيس اللي بعدها عينة بيقولك إيه الموس absolute contraindication للأو سي بي من دول يا بي مين موس absolute contraindication contraindication control hypertension لا هو uncontrolled hypertension هسرو في كل السيد ما لهاش علاقة أكتر من 65 سنة بتدخل أكتر من 15 سجرة في اليوم طبعا سجرة إنها تخينة لا المغرين وزود أورة لا المغرين وزقورة المغرين وزورة لو أنت تفتكر معاه عاية شوية absolute contraindication من فوق لتحت على بمخ مغرين وزورة تمام على دراحة لو في طبعا لش لو في uncontrolled hypertension على بقها لو سنها أكتر من 15 سنة بتدخل أكتر من طبعا لش دي اش تمام طيب زي ما قلنا ما فوق اللي تحت على المخ مغرين وزورة مش وزاوت وزورة طب ليه يا بي لأن لو واحدة عندها مغرين وزورة وانت تديتها هيرمون ده بيزود جدا معادلات السروق تمام على بقها لو بدخل أخضر من 15 سجارة في اليوم على سدرها لو جالها قبل كده أي هسترو في جلطات أو رام أي هسترو في جلطات أو رام تمام والنقطة الأخيرة لعادة راحة لو هي uncontrolled hypertension والنقطة الأخيرة لو هي عملة عملية وعدة فترة كبيرة بعد العملية ما بتتحرك ده اللي احنا اللي احنا كنا قلناها مع بعض طيب السؤال اللي بعدو عيانة ستة وشرين سنة العيانة دي عندها هسترو في سكيزوفرينيا ريفيون انزا اي ار الكيرار ريبور ربي ستة وشرين سنة عيانة دي عندها الكيرار بتاحها قال انها بتبحلة مرة واحدة تمام وي العيانة رقبتها رقبتها ملوية على جنب وعينها حوضة الفوق ده على طول اكيد استونيا طبعا علاجة ايه؟ حاجة من الاتنين لا بنزيتروبين ولا ضيفن هيدرامين هو هنا للأسف لا مدي بنزيتروبين ولا ضيفن هيدرامين فالعلاج بروسايكليدين احنا حديها نسوات ده قبل كده طيب حالين السوات ده عاد علينا فوق هو هو طيب الكيسة اللي بعدها في ميلة عندها خمسة وخمسين سنة جاي الابنتي دي اخدت من الامتر تمام عملت لها طبعا انت اي عيان بياخد بتخلط منه اول خطة بتعمل بتشوف بتاع تمام عملت لها انت بالفعل وطلعت فالنكسب ايه على طول انك انت تدي الانتي دوت الانتي دوت سوديم بايكارب سوديم بايكارب طيب عيانة عيان عنده اربع عشرين سنة العيان ده عنده كورونز دي سيز ستارتد او ازا سايوبرين سأل مباشر يبي الازا سايوبرين بيشتغل ازاي بينهيبت بيورين سنسيس تمام او عطين سيقب لما تدي السايوبرين لازم تشك السايوبرين مثل ترانسفريس ولا العيان بيزيد او في دم وحاجة اسم ستة مركبتو بيورين وممكن يحصل عنده ماركب ونفس القصة بتحصل لو انت اديت سايوبرين مع الابيورونود وشانه او زفونك دراج من من دول يبي من دول لو عيان بتردع طبعا وحيد فيه من دين فهو الاميو طيب عيان خمسة وخمسين عيدين عنده تارجيت ليجن تمام عنده تارجيت ليجن على اديه مين من دول يبي ايه داو من دول اللي عين غالبا اخدو طبعا ايه ريسيمة مالتفورم تمام اول ما شوف تارجيت ليجن كتير ريسيمة مالتفورم الموس كمان كوز بتاع ريسيمة مالتفورم هيرب السامل اس انفكشن بس هو هنا بيسال تقلب لستيفن جوهونسون سندروم أو توكسيك إبيديرمال نيكروليسيز وشانة في زفون فيشارز إزليز اسوسيات وز إكتاسي بويزينيج نفسه سؤاله هو هو إكتاسي بنشط الجسم كله تمام فدور على حاجة ما يبقاش فيها النشاط رهيب رابدو مايوليسيز هايبرثيرميا أتاكسيا هايبرتينشن هايبرناتريميا طبعا الوحيد ملوش علاقة هو ما بيلعبش خالص خالص في الإلكترايب السيربانسيز تمام بس بنشط الجسم بالكامل كل مخدرات منشطة بتعمل ك عيان تسعة وشرين سنة عندها دي سوريو فرقوانسي فور ويكس افتر بيرتس من واضح كده دي سوريو فرقوانسي من واضح عندها يوتي اي زانتي نيت البيوري وان دي لبرو وير انريماركو بشيز اكسكسكلوسفلي برس فيدنك شايل اتزاكارن تايب الابدو من اكزمنيش انريماركو بانشيز بايوريكسيال اليورين دي بيستيك طلع بلد وبروتين ولكوسايد كتيرة جدا عندها ماركد لكوسايدوزيز في اليوري ممتنة لكوسايدوزيز في اليوريكسيال 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 اليوري والحاجات دي بتحصل من السلفة بتاعه. السؤال بعد كده. عياماش على عشان يقف. الاينار بتاعه قفز لخمسة واربعة. السؤال المتكرر. على طول اول ما تلاقي الاينار عالي جدا كده. لازم تشوك ان فيه دعوة عمل. انهيباشن لسات كروم بفور ففتي. لان الوارفن واحد من ادول بتكسر عن طريق سات كروم بفور ففتي. طيب. السؤال يا بي. مين الدعو من دول اللي بيعمل انهيباشن سات كروم بفور ففتي. سانت جون وارد. بلاكس ده موركس سيميليش. اسموكينج. اه كارت جوز. كريم بيري جوز. اه كامو مائل تي. اه تي. الواحد طبعا ينفع كريم بيري جوز. تمام? ومين التاني المشهور مع كريم بيري جوز. اللي هو غريب فروت جوز. اللي هو عصير. عصير الفواكه. يعني عندك نوعين من الجوز اللي هو كريم بيري وغريب فروت جوز. وشونا زفور من دوبامين ريسيبتور انتاجونوس. باي دوام من دول اللي انت كنت بتستعملهم في علاج عينين باركنسونيس. وابتدأ يعمل لك ريترو بروتينية الفايبروس. والمباشر يا بي. مفروض تبع عارفة دي جمي غير من البص. هي اروبي نيرول. اروبي نيرول. تمام? طيب. البرجولايد ده بطاله يستعملوه لان البرجولايد مشهور جدا بايه? بالفالفيولار ديس فانكشن. انت بالبص على العيان عند اصابق ستين سنة. العيان ده ادميتد. بشاسبي. البصمة دي كاليسور بتاوها هيبرتينشون وانجينا. اه والعيان مدخن عشرين سجارة في اليوم. بلتست دان انزا اي ار. سوديوم نورمل او قليل حاجة بسيطة. بوتاسيوم قليل. يوريا اربعة وخمسة. كريات نورمل. وشون افزا فالونج فاكتور. اد موست لايكو توكسب دين ابنورماليتيز سين انزا الايلكتورايد. هو ايه الابنورماليتيز موجودة? العيان سوديوم قليل. وموتاسيوم قليل. ما فيش حاجة تانية يا ابنورمال. تمام? يعني سودي يا بي بيسألك مين من دول اللي قلل الالكتورايز? اكتر حاجة كادوية بتقلل الالكتورايز وخصوصا في عينين الكبار ديه. طبعا نمبر وان هي الديوريتيكس. تمام? ايه الديوريتيك لاما سايزايد لاما لو بديوريتيك. تمام? كلي بقى لك ان هو لو فيه كالسوم عالي ما كانش ينفع السايزايد لان السايزايد بيقل كل ديوريتيكس بعد الكالسوم لان بيعمل فيه هايبركالسيميا. تمام? فالليجابة هنا سايزايد اللي عيان ماشي عادي. طيب. which one of the following side effect is recognized في العيانين اللي بياخدوا ايزو تريتينيون? ايه الايزو تريتينيون دي يبيه اورال فيتامين اي ديريفاتيب. تمام? اه ده الدراج في شويس في العيانين السيفير اكني اكني بالجارس. طيب. اه الموسكو من صايد افكت بتاعه اللي هو دراي سكن. خلي بقلك مشهور جدا بموضوع تراتوجينيسيتي. طيب. اي من دول ما بيعملوش هيبرتينشان تراتوجينيسيتي موسي بليدنك ديبريشان رييس تريك ايه تريك ايجليسراين. طبعا كل دول صاح معدل هيبرتينش. ما تنساش انه موسكو من صايد افكت اوورال هو دراي سكن. تمام? ما تنساش برضو انه موسكو من صايد افكت السومة تريبتين من دول شستبين. شستبين. تمام? ليه? سومة تريبتين ده الفرس لان في عينين مجري. تمام? مشكلة انه بيعمل فازوس بازم. فعشان كده ممنوع جدا في العينين والعينين سيربروفاسكورا دي سيز. انه ممكن دخلك العين في اكيو كوريناري سيندروم. عين ستة و خمسين سنة العين ده عنده سيربريبس و اي اف و اسكمي كار دي سيز. العين عنده راش على الفرقارب. عنده راش على الفرقارب. تمام? السؤال بيسألوا لك ايه ده اللي عنده بياخده? عمله راش على ايدي. وشه. راش على ايدي ووشه. تمام? ذرابامل كاربامازيبين. اميو دارون. دي جوكسين. كلوبيدو جريل. تمام? طبعا اجابة من دول الاميو دارون. طب هو الاميو دارون بيعمل راش ايبين. راش على ايدي وعالوش. ده الاماكن متتعرض لشمس. يبدأ غالبا فوتو سينسيتيفتي. تمام? هل الاميو دارون هو اشهر ادوية بتعمل فوتو سينسيتيفتي؟ لا اشهر عيلة ادوية بتعمل فوتو سينسيتيفتي هي التترساكيرين زي الدكسيساكيرين. طيب. which one of the following statement regarding اميو دارون انديو سيروتوكسيكوزيس is correct. من من دول صحة regarding اميو دارون انديو سيروتوكسيكوزيس اللي جابة طبعا نمبر ايه. تمام? اللي هو طيب تو لازم يتعالج بالكورتيزون. آآ دايما قلت لك نخلي بعلك فيها سيلكتر جدا في الفارما. جاية من الشباتر قبلها. طيب اميو دارون ما تنساش انه هو اللي مشكلة كبير جدا عن سيروتو. ممكن يعمل هيبو. ممكن يعمل هيبر سيروتزن. تمام? طيب. عيان سبين سنة. العيان ده ماشي على وارفرن للإيف. والاينر بتاعه ستة واتنين. ايه الموضات اللي اخده? اللي اكيد عمل انهيبشن للسيتو كروم بفور ففتي عشان كده رفع الاينر لستة واتنين. مين من دول يبيه? السيبروكلوكسسين. مالوش تأثير. سان جون وورد ده بيعمل اندوكشن. كاربامازيبين ده بيعمل اندوكشن. الاسبرين مالوش تأثير. فالواحيب من دول هو سيبروكسسين. عيلة الكيني لون بتعمل انهيبشن للسيتو كروم بفور ففتي. طيب. السؤال البعده عيان تنين وسبعين سنة. جاي في الديابيس كلينيك. تمام? العيان ديابيه. جلايسيم كنترول هو ديابيتك. برغم انه هو بياخد ماشا عالديابيتك ضايت. لكن برغم كده سكراته عالية. هي هازنو اذر باس ميديكال هستوري اف نوت. ووش هانو في زافلون ميديكيشن ودن كوريز. الانسولين سينسيتيفتي. تمام? مين من دول. بيزود الانسولين سينسيتيفتي في العيان في العيانين الدابتك. تمام? طبعا متفورم النمبر وان لو موجوده. هو مش حاطي تمتفورمين. طيب. آآ ريبا جلانايد. آآ طول بيوتامايد. بايو جليتازون. اكربوس طبعا بايو جليتازون. الحتة دي لسه جاية في شوطر اندوكراين. واحدة في زافلون ادرق كالت بي كلييرد باي هي مو ديالسيس. الاسبرين تراي سايكلك ليس يمبر بتطبيق اماينوفنن. طبعا الأسبرين ده اكيد صاح. الهي مو ديالسي ده اكيد صاح. لا اماينوفنن برضو صاح. بار بيتيوري بساح مو عرفش. التراي سايكلك الوحيد اللي غلط. التراي سايكلك المين تريكي من بتاعه هو سودييوم بيكارب. سوديوم بيكارب. دمين انتدوت بتاعه. طيب. واحدة في زافلون مين من دول يبين ما بيحصلش مع الصيزide؟ photosensitivity rash, agranulocytosis بيحصل بسي نادر, hypokalemia طبعا بانكراثيس بيعمل هرشتزم طبعا الوحيد من دول هو هرشتزم which one of the following statements regarding raloxivin in the management of osteoporosis is incorrect غلط. بيقلل البونلوس وبيقلل ريسك في رتبرا فرقشة دي جابة صح دي جابة صح. ممكن يسوي من بوزر سيمتوم طبعا لانه انتي استروجين تمام. انكريز ريسك في سرومبوليك دي سيز صح. انكريز ريسك في بريست كانسر دي غلط. الرالوكسبين بيقلل بريست كانسر. وده على كده انه اساسا واحد من الواحد من هرمون الثيرابي اللي بتدي للعينين اللي عندهم بريست كانسر بريست كانسر. تمام؟ وخلي بقلك هو بيفضل جدا في العينين عندهم استيبروسيز ويصرف بريست كانسر عشان يمنع لك الريكرانس. تمام؟ تدرب عصفورين بحجر. تبني بيل عضل وتقلل بيل ريكرانس بتاع البون ميتاساس. بريست ميتاساس. طيب. السؤال اللي بعده. عيانة تلاتة وستين سنة جاي العيانة دي عندها دروب في الكونشاس ليفل. عشان العينة دي بتاخد وارفرين. طبعا يماشي على الوارفرين للإيف. فجاتلك بصداع فانت قوي دروب في الكونشاس ليفل. فانت شكيت ان عينة دي عندها انترا كريني هامورج. طيب. فعلا للأسف العينة طلع عندها انترا كريني هامورج. ما هي الميتاسيب؟ الميتاسيب لو عيانة ماشي على الوارفرين لازم على طول بتوقف الوارفرين تبديله انتدوت. ايه اللي انتدوت يا بيه فيتامين كيميا لحقش يشتغل. اما تبديله ايه مهمة جدا 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 بروثرومبين كومبلكس. لو ما عندكش بروثرومبين كومبلكس ادي فرش فروزن بلاسم. تمام؟ طيب. خلي بقى لك ان الجابة الأخيرة ادي صحبر. بس انت لو عندك النظيف ادي النظيف. البرثرومبين كومبلكس كونسانتري ده مركز. تمام؟ كواجلشان فاكتور مركزة. لكن فرش فروزن بلاسمة دي بلاسمة فيها كواجلشان فاكتور. تمام؟ فبالتالي دي شغلها افضل بكتر جدا بس اغلب كتير. تمام؟ لو موجود عندك ادي على طول بروثرومبين كومبلكس كونسانتري. طيب. الكيسة البعدها عيانة عنده عشرين سنة. العيان ده بيشرب خمسمائة ميلي فوتكا. اتبارتي زي نكس مورننج هي فيل سرستي. و يأشبه افضل بخمسمائة ميلي فوتكا. ك سيطر جدا خلال طول بلاسمة شيطة. السرستي لسوء مباشر يقولك لسه الناس العالكوليك تشرب عمام جدا. لسه الناس العالكوليك تشرب عمام جدا. لسه الناس العالكوليك لديهم بولوريا. تمام؟ البولوريا بالناس العالكوليك هي علاقة بـ EDH . هذا الده من إسمه من إنتي ديوريك. هذا الده يمنع Whomani . حيحلو؟ فانت متوقع عن الانتي ديوريتيك هورمون في الناس الذول هيبعوا عالي ولا يلطبعاً قليل. تمام؟ لما بيقل مفيش انتي ديوريتيك ففيه ديوريسيس بيبتدى العين يعمل حمام كتير بيبه وشابها العينيين بتوع ديابيس انسيبيتاس. السؤال اللي بعده، السؤال المباشر موجود في شابتر هيمتولجي اللي هو موليكيلر ويت هيبرين بيشتغل على ايه؟ فاكتور تن، فاكتور تن، تمام؟ عشان كده انت لو عايز تعمل مونيترينج العينيين مشاعله موليكرو ويت هيبرين، بتتابع عن طريف فاكتور تن. طيب، السؤال اللي بعده، الانديكيشن للأكتوريو طيب، من دول أكيوت فارسيلا هيمورج، أكيوت فارسيلا هيمورج، أكيوت فارسيلا هيمورج، دراج بشوز فيه هو التليبرسين، أكرو ميجلي، فيبوما، أسف، إز ناط انديكيشن، وأنا أقول فيه أكتر معه صح، الانكرو ميجلي طبعا، بيقلل لك الجروس هرمون، الفايبوما، الكارثينول سندروم، الهيباتيك انكفالوبس، كلهم صح، معاد الهيباتيك انكفالوبس هي مالوش أي رول فيه، مالهيباتك انكفالوبس علاجه وإيه؟ اللاكتيلوز والإنمى، اللاكتيلوز والإنمى، طيب، نفق كيسة سخيفة، عيان كان ماشي على مستي 60، حل، وانت نوتيال بالعيان على دايمورفين، بياخد 60 مرتين في اليوم، يبقى العيان دي ماشي على مستي 120، لأنه هو 60 مرتين في اليوم خلي بالك، تمام؟ يعني هو ماشي على جرع مئة وعنشرين، طيب، انت نوتيال بالعيان ده على دايمورفين، المورفين لما تقلبه على دايمورفين اقسم على تلاتة. اقسم على تلاتة. تمام? يبقى مية وعشرين على تلاتة فيها اربعين ميلي جرام. طيب. الكيس اللي بعدها. عيانة جاية لك ببريك لامسيا. عيانة حامل في الاسوبة تمانية وثلاثين. جاي ببريك لامسيا. فانت قررت تحط العيانة دي على مغنيسيوم صالفيت. تمام? اللي هو طبعا في عينيه بريك لامسيا. طيب. السؤال اللي بيسألو لك هنا ايه بيه? ايه اول خطوة تعملها? او زي بتاع المغنيسيوم صالفيت. نفتكر مع بعض. المغنيسيوم صالفيت ده انت كنت بتديه في ستات الحوامل عشان تمنع التشنوكات. تمام? كان زي بيشتغل بيعمل للجسم. بس خلي بعلك هو ممكن يعمل جسم جدا. فيبتدي يعمل بتاع العيان. تمام? طيب. فالعيان ده اه العيان ده انت زي بتمنطر المغنيسيوم فيه. انت رايحة كنين. الرفليكسيس والرسبيراتوريين. اول ما رفليكسي ما بتقل ده الفيرس تاين للمغنيسيوم توكسيسي. اول ما رسبيراتوري ريت ما بيقل ده السيريس ساين للمغنيسيوم صالفيت. طيب يا بيه لو حصل توكسيسيدي على طول بتوقف المغنيسيوم صالفيت وتدي العيان كالسيو. طيب. which one of the fallen drugs has been associated with an increased risk of a typical stress fracture. طبعا اه من غير مبوصة على طول البسفوسفانيت. البسفوسفانيت. تمام? البسفوسفانيت من صادفك بتاعتها. انه بتعمل جي اي تي دي سوردر عشان كده بتبقى مشكلة في الناس اللي عندهم بيبتدي كالسريشن وغيرها. عشان كده انت بتنسح العيان يشربها. هو واقف على معده فاضي وشرب بعدها كوبايتمارية كبيرة. تمام? ويهو موضوع اي تي بيكال stress fracture. which one of the fallen patients should not be automatically be prescribed a statin? in the absence of any contraindication. should not. يا ما تدهوش. تمام? من من دول ما تدهوش? statin. طيب. عيان واحده خمسين سنة عنده MI انتوا مغمض عينا. بغض النظر عن سنه وبغض النظر عن اي risk factor. تمام? طول ما العيان كارديك لازم بياخد استاتي. طيب. عيان سبعة وخمسين سنة والعشر سنين بتاع العشر سنين اكتر من ثلاثة وعشرين في المية. طبعا. احنا قلنا لو عيان اولا لو هو مريض الف. اتنين. الاحتمال ان يجيو لل الف العشر سنين الجاية اكتر من عشرين في المية. يبقى دي بردو. عيانة ثلاثة وعيان ثلاثة وخمسين سنة with intermittent communication. طبعا. ما احنا قلنا اي حاجة شرايين تمام? شرايين قلبه, شرعين دماغه, شرعين رجلي. شرعين قلبه, شرعين دماغه, شرعين رجلي. عيان 62 سنة جاله TIA دي برضو جابه صح. تمام? النقطة الأخيرة عيان 57 سنة عنده type 2 diabetes وال control وال10 year cardiovascular risk 8%؟ لا. احنا قلنا خلي بالك أيام زمن كان أي عيان type 2 diabetes كنت بتديه. بالوقت لا. لازم شارف من 10. لا يبقى مع أناظر cardiovascular risk أو يبقى 10 year cardiovascular risk بتاعه عادي. تمام? طيب ليه اخترت الباقيين? لأنك أنت لو مريد قلب أو أي شرعين في جسمه مقفلة أو احتمال لأنه يبقى مريد قلب أكثر من 20% ده على طول انديكيشن أنك أنت تحط العيان على استاتين. طيب. السؤال البعده عيان 65 سنة. العيان ده type 2 diabetes, ischemic heart disease جايب بأركتار disfunction decided to try cell denafil. صال مباشر يا بي. إيه دهو من دول? اللي انت مش محتاج تعدل في جرعته لو العيان ماشى على سيد dinafil. طبعا سيد dinafil مشكلته موضوع hypotension. فتخلي بقى لك من الأدوية زي nitrate ومشتقطة. تمام؟ جيت انس بري معدى nitrate. نيكورانديل بازو ديليترو. ناتج لنايد. دوكسا جوسين الفاون بلوكر. ايزو سوربايب نومو نيتريد. كلهم صحهم معادة نمبر سي. عند النمبر سي ده ما عرفوش. بس الأربعة باين الاربعة الباين دو الأكيد صح. تمام؟ ليه؟ خلي بقى لك رقم واحد والأخير دو نيتريد. فانت لازم تزبط جرعته. الدوكسا جوسين ده الفاون بلوكر. تمام؟ الالفا بلوكر لازم تتخذ بفاصل زي ما بينه وبين. تسدينه في الأربعة ساعة. عشان ليتين بوقت وضغط. تمام؟ النكورانديل نفس فكرة nitrate. فالوحيد اللي ما ينفعشي أو ملهوشي دوز ابجاسمنت أو ما تهتمش به هو نمبر سي. عين واحد وسبعين سنة إترافايبراليشن. هارتفيدر ستارتدون ديجوكسين. سؤال مباشر يا بي. الدجوكسين بيشتغل إزاي؟ بيينهبت السوديون بوتاسيوم إيتي بيز بام. بيينهبت السوديون بوتاسيوم إيتي بيز بام. تمام؟ ما تنساش موضوع التوكسيسي بتاعته مهم كده. كيفية الدرجة ما بيعملش غينيكوماسية؟ سبيرون والاكتون؟ سبيرون والاكتون ده as-macamia drug ما بيعملها غينيكوماسية. تمام؟ هو ديجوكسين. سيميتيدين ده انتستامين. كانتستامين كلهم بيعملوا غينيكوماسية خصوصا سيميتيدين. أنابلكسترويد ده الناس اللي بتضرب هرمنات. الناس اللي بتروح فالجيم وتضرب هرمنات طبعا بيحصل لهم غينيكوماسية فكلهم صح معادة السوديون فالبوريت. طيب. السؤال اللي بعده. انت بتبص على العيان عنده خمسة واربعين سنة. العيان ده عنده history of bipolar disorder. according to the nice guidelines. الليسيوم بتبص عليه كل اديه? تلات شهور. الليسيوم بتبص عليه كل تلات شهور. تمام? خلي بالك مهمة جدا. ليه? لانه دي very narrow therapeutic index. تمام? اقل زيادة في الليسيوم level. بتدخل العيانين في toxicity. طيب. انت بتبص على العيان عنده ستة وسبعين سنة. العيان ده بياخد وارفارين. عشان بالمونرومبوليزن. مش على الموضوعات حيوي. فالآين ار زاته. يبقى فيه حاجة عملت. السؤال. مين ده هو من دول اللي عمل الانهيبشن? لا. هو ما بيسألش عن كده. العيان بيع تمانية اربعة. تمام? هتماني او العيان ما عندوش بديد يخلي بالك. هتمانيج زي العيان ده. العيان ده دخل في نتيجة انك انت عملت تمام? هتمانيج زي اللي هو تمانية واربعة. بتوقف الجرعة. بتوقف الجرعة. تمام? توقف الجرعة وتدي العيان فيتامين كي. هو الكلام ده مشروح فين في الهيماتولوجي. في الهيماتولوجي في موضوع كده اسمه دي في تي. تمام? هناخد فيه برضو المانيجمت بتاع الوارفارين توكسيسيتي. لما الجرعة تزيد جدا هتعمل ايه? تمام? بالارغام بتاعتها. بما عندش مؤجل بس لغاية ما ناخده في الهيماتولوجي. عيان عندو خمسة واربعين ساة اربعة واربعين سنة. جاي لك فور ادفايز. هزي ديو تو جو آآ بص جورني. والعيان بيشتكي من موشن ثيكنيس. السؤال يبي ادراك في شويس للموشن ثيكنيس. تمام? السايكريزين. السايكريزين. احسن ادوية لموشن ثيكنيس. تمام? هي النون سيديتينك انتي هستامية. تمام? في ادوية تانية زي الهيوسين ومش اعرفيه وكده. طيب. عيان ايستروجين ماشي على عيانة ماشي على ايستروجين ريسيبتور بوزيتيف آآ بريست كانسر. والعيانة دي ماشي على سؤال بيسألو لك كده سؤال مباشر. التاموكسفين ايه سايد افكت اللي ممكن يعمله لك? ميالجيا كاتركت الوبيشا هاتفلاشيز سيرفايكال كانسر. آآ طبعا الوحيدة من دول اللي تنفع هاتفلاشيز طبليه. التاموكسفين والرالوكسفين بيشتغلوا له انتي استروجين. تمام? لما تدي العيانة حاجة انتي استروجين كانك بالضبط دخلت العيانة في مينوبولز. فتبتدي العيانة ان تدخل في هاتفلاشيز عنيفة. لان الهاتفلاشيز هو الموس كومن مانفستيشن بتاع المينوبولز. عيانة عندها تسعة وستين سنة. تسعة وثلاثين سنة عيانة دي عندها سنة عيانة دي عندها سنة عيانة دي عندها. طيب من ضمن الاعراض هدخ مموUTة لوو موض, neuropsychiatric manifestation. بدوم الاعراضي between gIT manifestation طيب. ملخص الاعراضيه دي عندها منذ Hoyitary development patients только GIT manifestation. طيب. she is irritable as an consultation. and theoretical complaining that no one is taking her seriously and confinding that her general GP had referred her for counseling. اللي موجود بتاعها نمك واتبكسيز خمسة وستة بلت تلتوين وخمسين. ام سي في سبعة وسبعين. صديوم مية ستة وثلاثين. بتاسم اربعة وثلاثة. يوريا تمنتاش وثلاثين. كريات عالي. لكن بتاعتها برضو عالي قوي. تمام? يعني هو آآ البنت دي. عندها آآ عندها مايكروستيتيك هايبوكوريوميكانيبيا. نيورو ساكاتر مانفستيشن. وابدومي مانفستيشن. تمام? ايه بي اللي عمل لها كده? هباتيك انكفالوباسي. ما فيش اي حاجة اساسا بسجست اي لفر ديسيز عندها. طبعا. ايرلي انسيت الزهايمر. هو ايه الاختيار اولاني? بيكس ديسيز مايجيش في السن ده. تمام? الزهايمر. الزهايمر في عيانة عندها تسعة وتلاتين سنة صعبة جدا. تمام? آآ وغير كده الزهايمر مش هيفسر الابدوم بين اللي عندها. فارل انكفالايس ما لهش علاقة بالليل. الوحيد من دول اللي فسر اعراض العيانة. العيانة دي واحدة ده واحدة اتنين جي اي تي تلاتة. كان ممكن يأكد لك تشخيص صبعا لو قال لك ان فيه الفلقس ديبليل. او لو قال لك ان فيه جمز بلوش بلوش لينز على الجمز بتاعتها. علاجه ايه كله. عينة مانا عشين سنة عينة مانا عشين سنة عندها راما تود ارس رايز. ماشي على انت يعجم اتنا 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 ست. السؤال المباشر يا بيه. اتنا ار ست. لازم تاخد بالك من ايه قبل ما تيديه? ده يا بيه خلي بالك انه تيوور النكروس فاكتور انهبطه الزي وغيرهم لازم تعمل قبل ما تديه تيوبر كدين تستليه لانه مشهور جدا 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 عيلة دي بالري اكتيفيشن بتاع التبيه اتشوف زافرون قارت رو رجارنج ترايسايكليك اوفردوز معادة ترايسايكليك اوفردوز مشكلتها انها بتأثر على بتدخل عيني في اريزميا لانها بتوسع الاي سي جي تمام بتوسع الكوريس اسر الانتدوت بتاعتها سودين بايكارن وخلي بقلك ان المالهاشة لك تاني غير سودين بايكارن طيب موجودة صح متابولك اسيدوز ممكن يبقى موجود صح اي سي جاب نورماليس طبعا الكوريس بتبقى واسع طبعا ممكن يدخل عيان في فينت ريكالر اريزميا اللي اجابة الوحيدة الغلطة هي النمبر اربعة انه بيتعالج بالديالسل لا اما اللي بيتعالج بايه بالسودين بايكارن بالسودين بايكارن عيان سبع عربين سنة بيسوق عربية العيان ده فالونجزا ديفالوب منت عنده راش ايه ده هو من دول اللي تعالج بالراش اللي عند العيان ده عنده ارتكاري راش وفيه اكشن جعنيفة تمام سيتروزين لوراتدين كلورام فينامين رانتدين أليمازين طبعا انت لازم تدي انتيستامين لان العيان ده عنده راش من بتاع الارتكاريه هو القرر انتيستامين طبعا بس ما تتساعدش ان العيان ده سواء يعني خلي بقى الاخنوماتيك تديلو انتيستامين تديلو من العيلة النون سيديتينج النون سيديتينج انتيستامين تمام مين من دول يا بيه ينفع للعيان ده اللوراتدين اللوراتدين طيب هو برضو هنا فيه كومنت هو كاتبه ما ينفعش تديل سيتروزين مع سيتروزين برضو من عيلة النون سيديتينج انتيستامين بس السيتروزين بيعمل براوزين مقارنة باللوراتدين طيب عيان تلاتة عشرين سنة كومنسد ان فارنسلين العيان دي عشان تبطل تدخين ايه اهم صادفك تاخد بالك منه الفيفيد دريمز النوجيا الكونسيبيشن الموس كومان صادفك بتاع فارنسلين هو النوجيا ما تنساش انه ممنوع في العيانيه عنده ماركت دي برشان لانه بيزوي سوائد الاتمت ما تنساش انه ممنوع في برشان اما المين الممنوع في الابيرسي البروبايون اما الممنوع الموسيقى الموسيقى النيكوتين عيان خمسة واربين سنة العيان دي عنده توكسيك ايب ديرمان نيكروليزز ايه تنقطة توكسيك ايب ديرمان نيكروليزز ده عيان بيفيد الاسكن بتاعه اكفر من ثلاثين في المية تمام؟ ده الدرجة التالتة بعد الستيفن جونسون صندروم طيب وات is the first line of treatment سؤال مباشر اميونو جلوبيني مغير متائرة اميونو جلوبيني تمام؟ التوكسيك ايب ديرمان نيكروليزز الاميونو جلوبيني تمام؟ ما تنساش هو بيبة شبه الناس محروعة فممكن يموت من من ومن عيان ستة وخمسة سنة جايب من باكستان العيان ده عنده نامنس وتنجلين يعني بريفران يوروباسي السؤال مباشر يا بي ايه الدول اللي هو ابتدى عليه؟ اللي عمله بريفران يوروباسي تمام؟ ريفام بسين املو ديبين راميبريل ازو نازد بيرزينوائي سؤال سهل جدا ايه عشر واحد من دول ممكن يعملك بريفران يوروباسي طبعا ازو نازد تمام؟ طب ازاي بي بتعالج بريفران يوروباسي كمفروض قبل ما تدي ازو نازد تمشيه كمان على بيتم بي ستة بيتم بي ستة اللي هو بايريدوكسين تمام؟ ما تنساش بردو الحاجة مهمة عن ازو نازد انه هو بوتين سيتو كروم بي فور ففتي انهيبتور ريفام بسين استيميليتور طيب السؤال الباشر السؤال اللي بعده عيانة عنده تسعة وخمسين سنة العيانة ده ادميتل للـ ER وست confusion الهيسوري is unobtainable انت مش عرف تاخد منها هيستوري لان العيانة جلسكو مسكي البتاحها قليل تلتاش اللي هو سبتاليكورد انه بعلا شهرين عندها ركارن يوريني ركارن يوريناتر ايكشن ريسنت ادميشن فور يوريسيبسي الباصمي ديكال هيستوري بتاحها عندها طيب تو ديبيتز هايبرتنشن هايبراكوليسرولينيا وهياتيس هرنيا الاطراف بتاعته برده الكابرفيل تلاتة ساكن الهارت ساوند واحد ايه مش عارف ايه واحد اتنين زيور ده مش فهم اصده باريا الابدومين صوف تندر اوور زا سوبرا بيوبيك ايريا ما فيش ريجيدي ما فيش جاردين باور ساوند بتاعته موجودة الوبزرفيشن الريسبراتوري ستتاشر ساتيوريشن تمانية وتسسين ضغط واقع الهارت ريك مية اتنين وعشرين التمبرشور بتاعتها عالية يعني سوى ان نجمع الداتا العيانة التمبرشور بتاعتها ضغطها واقع حرارتها عالية الكابيلاري 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 بلوك جلوكوز عالي جدا هايبراكوليسيميا تمام تسعة واربين سنة جايب كونفوجن تمام جايب كونفوجن عندها يورسيبسيز سيبتسيميا بعد يوريناري آآ تراكت بروسيجر وعندها طيب طيب من الواضح طبعا هادخلها في سيبتسيميا عنيفة النايتريد بتاعها عالي جدا ماركت يوريناري تراكت انفكشن عالي ضد جلوكوز عالي كيتون نيجاتف بروتيين نيجاتف عشان ما تقولش على هديك ايه يعمل الاخر بنتي دي جاية بماركت سيبسيز ضغطها واقع حراريتها عالية نيجاتف عالي جدا ماركت ديوريناري تراكت انفكشن تمام وسكراتها عالي جدا دس مشتاخلة في دي كاي طيب ماهي مدكيشن سيبسيز بماركت يوريناري تراكت انفكشن الميتفورمين، التولبيتاميد، الدابا جليفوزين، سيتا جليبتين، ويكزاني طايد البنتي دي ايه اللي عمل لها كبه طيب البنتي دي ببساطة شفية واحد جاية بماركت يوريناري تراكت انفكشن دخلتها في شبه سيبسيز تمام والبنتي دي عندها جلايكوزوري عنيفة عندها جلوكوز كتير جدا في اليورين بلس ثلاثة بس ما عندهاش دي كاي اللي دخل ببنتي دي ايه الدول انت ديابتك اللي هي مشى عليه لانه كل الأدوية دي ايه ديابتك ايه الدول أنت ديابتك اللي بيوقع الجلوكوز بصورة كبيرة في اليورين وبيسخلي العيان نصار سيبسيبول لليورين تراكت انفكشن اللي جابة number s. لسا هناخدها في الاندوكراين اخرى، العيانة دي مشى على انت ديابتك درق بيوقع جلوكوز في اليورين تمام؟ عن طريق انه بيمنع ري أبزورف مساعة الجلوكوز. ده ميزة وعيب. ميزة انه بيقلل لك الجلوكوز لفل في الدم. عيب ان بسبب وجود الجلوكوز بكمية مش قليلة في اليوري. فبيزود اوي اوي معدلات اليوريان تركت انفكشن زي ما حصل في العيانة دي. طيب. بيشنت اه اه انت حطيته على الكلوبيدو جريل. الكونكورنت يوز اوف ويتش وانو زفورنا الدراجة ماي ميك كلوبيدو جريل ليس اكتيف. تمام? الهتة دي من كارديو. دلوقتي انت لو حاطيت عيانة على كلوبيدو جريل. ايه دول انت لو كتبته للعيان مع كلوبيدو جريل؟ سيوريتيكالي بيقلل بتاع كلوبيدو جريل. الاو هو الام برازول. الام برازول ده بي بي اي. ما يفضلش خالص في العيانين اللي انت ناوي تمشيهم على كلوبيدو جريل. ابقى تمشيهم على اي واحد تاني من عيدة البي بي اي مع ده الام برازول. بعد كده السؤال مباشر. تمام? عيانة عنده بي بي ايش. فانت كتبت له فينست رايت. الفينستيرايد بياخدوا فترة قد دي غاية ما يشتغل ستة شهور. ستة شهور. تمام؟ عشان كده انت بيفضل انك انت تحط العينين على ألفان بلوكر لو انت مستعجل على منافستيشن سريع. على سمتم سريع. على تحسن الأعراض بسرعة. تمام؟ الفينستيرايد ده هو فعال جدا. بس مشكلة انه بيتأخر قوي. تمام؟ بياخد ستة شهور لغاية ما يشتغل. طيب. وشهانه في ذا فولنج ريجاردين استاتين انديوس مايوباثي ايزان كوريكت. ممكن يعملك راب ده مايوباثي العنيفة ودخل في الرين الفيلير طبعا. بيشن وزقان الكريات كاينيز طبعا. في ميل سكس ازا ريسكي فاكتور الكريات كاينيز الكريات كاينيز الكريات كاينيز مش روتيني بيبقى تشكد قبل ما تبتدي الاستاتين البرافاستاتين تمام؟ is more likely to cause مايوباثي زين سمفاستاتين طيب. الأربع الأولينين صح. أولاً المايوباثي العنيفة في الصفاق الصوم من راب دومايرسز. بيطلع كمية كاينيز ومايو جلومين. بيضاد مايو جلومين كمية كبيرة على الكينيين بيقفل لك الرين تبيول ممكن يدخل عيان في الرين الفيلر. تمام؟ رقم اتنين هل الفيميل سكس ريسك فاكتور طبعا الرئيسك فاكتور. الكريات كاينيز ما انت مش بتعمله check قبل ما تبتدي الاعيان على الساتن. تمام؟ ملا ومن اللي انت بتعمله العيان على الساتن. تمام؟ قبل ما تحط العيان على الساتن لازم تشوف البيصلين. تمام؟ الوحيد الغلط هو الاخير انه برافا الساتين بيعمل ما يبصي اكتر من السينفا الساتين. عيان عنده 22 سنة العيان ده. هاو سميت. اه been feeding generally unwell for the past few weeks. Which one of the following is the most likely cause of the most common feature of the carbon oxide poisoning? اي اشهر الكربون مقصيد بوزنين اللي بيشاف في الجارجات تمام? وبيشاف في الحرائي احيانا. اي اكتر side effect لي? most common side effect من الكربون مقصيد بوزنين? number one هو الهدك. number one هو الهدك. تمام؟ اه خلي بالك هو برضو مشهور جدا. بس ده late sign وليس early sign. تمام؟ الfirst line انك انت بتحطها عينين دول على 100% oxygen ويفضل انك انت تحطهم في hyperbaric oxygen لو متاح عندك. خمسة وخمسين سنة. عين عنده ميالجيا. اللونكتر ميديكيشن بتاعته اسبرين. الساتين اتين الول. الساتين ايوز ازا كريات كينيز ميجرد. كريات كينيز بتاعه اطلع عالي جدا. تمام؟ العين كريات كينيز بالالفات. العين ده غالبا دخل في رابطه ميالسيز. تمام؟ ليه؟ لانا العين ده كماشا على الساتين والكريات كينيز بتاعه عالي جدا. طيب. اه البروبلم بتاعته. ايه اللي زود الكريات كينيز في العين ده? جالباً لستاتين طبعا. الريفام بسين في الوديبين. الكريات كريات كينيز. لا سؤال بطريقة تانية. تمام؟ العين ده دخل منك في رابطه ميالسيز. من اللستاتين. تمام؟ ايه اللي بتخليك الستاتين يعمل لعبطه ميالسيز. اللستاتين زي الوارفارين. بيتكسر عن طريق سيتوكرون بفور ففتة. يبقى العين ده اكيد. فيه حاجة عملت انهابشان لسيتوكرون لفور ففتة. زودت ساتين اه دم العين فدخلته في رابطه ميالسيز. اه دون ما يعمل كده؟ الكالرسرو مسوا. الكالرسرو مسوا. تمام؟ من عيلة الماكرولايتس. ليه? الماكرولايتس بتعمل انهيبشن للسيتو كرون بفور ففتي بتزود الستاتين جدا فممكن تدخل عينين دول فرابدو مايوليسيز. عيان مش على اسبرين تلتمية. آآ سؤال مباشر اسبرين بيشتغل بزي. آآ آآ سرومباكزان اي تو. بيقل سرومباكزان اي تو. تمام? مال مين كان بيشتغلها اي دي بيو رسيكتور? كله بدو جوريل. عيانة خمسة واربعين سنة. بايبولر. جايب اكيوت كونفيوجنال استيتاس. اي الدوم من دول اللي ممكن يكون يدخل في ليسيام توكسيسيتي. صوديم فالبرت اتينلول اماينو فيلين صوديم بيكارب ولا سايزايد. طبعا سايزايد. تمام? شمعنا يبيه سايزايد سايزايد مشكلته بيعمل سم سورت او ديهودريشن. فبيخلي الكالسيوم آآ خلي آآ آآ ليسيام مركز في دم العيان. فممكن يدخلوا في ليسيام توكسيسيتي. ساعتها بتلاقي كورسة ريمورز عنيفة. تمام? ما تنساش ان المين تريت بتاع ليسيام توكسيسيتي هو الهيمو ديهودريشن. آآ سؤال اللي بعدو. ايه الادوية من دول اللي بتشتغل? لا مين من دول ممكن تعالجهم بدوبامين ريسيبتور ايجونس. آآ ايه? آآ لا ما بيتعالكش اسك ما بيتعالكش. مين من دول ما بيتعالكش بالدوبامين ريسيبتور ايجونس. تمام? البركنزن ديسيز. طبعا. البركنزن ديسيز من اشهر الحاجات اللي انت بتعالجها بدوبامين ريسيبتور ايجونس. البرولاكتينومة صح. لانك انت لما بتده اي حاجة بتزاوت دوبامين. بتقلل برولاكتين. دايما الدوبامين وبرولاكتين عكس بعض. آآ آآه. سايكلك بريس ديسيز دي صح. ده صح لانك بتقلل فيه خلي بعلا الدوبامين لما يزيد بيقل الحكتين الدوبامين لما بيزيد بيقل الحكتين بيقل الهورمونين طلايين من بتوته رجلهم هم هم جورس هورمون وبرولاكت تمام عشان كده الدوبامين ريسبتور أجنوس بتتعمله في علاج البرولاكتينومة وفي علاج الاكروميجي تمام وطبعا هو واحد من اهم الخطوط في علاج عينات بركينسون ديسيد الوحيب من دول اللي انت ما بتتعملش فيه هو نوشيا What is the most appropriate time to take blood sample? عشان اللي كان 12 ساعة. 12 ساعة. المالمين يا بي اللي كان بعدها ب 6 ساعات. الديجوكسل. المالمين يا بي اللي كان قبلها على طول. اللي هو الفينوتوين والإميون سابرسيف ميديكيشن. تمام؟ عيانة 36 سنة. العيانة دي انترافينة صدراج أديكت. العيانة هي بطاية سي بوزيتيف. ماشي على انترفيرون اوريباثيرين. Which of the following side effect? ممكن تحصل من انترفيرون ألفا. سؤال مباشر يا بي. الانترفيرون ألفا ممكن يعمل لك ايه من دول؟ ضائرية وزيادة في الالتي. كافة هموليتك أنيميا. هموليتك أنيميا. ولا ديبريشن. وفلوليك سيمتوم. ما اللي إجابة الأخيرة دي صاح بر. الإي. صح؟ إجابة الأخيرة. صح؟ طبعا. الانترفيرون أنا حتى قلت لك ساعتها منخلي بقى لك انترفيرون مشهور جدا بالدبريشن. ولو عيان ماشي على انترفيرون حصلوا الدبريشن ده انديكيشن. انك انت تتوقف العلاج. انديكيشن انك انت تتوقف العلاج. طيب. عيان ثلاثة وربعين سانة العيان ده جاي. العيان ده جاي. العيان ده جاي. عالي. جلوكوس خمسة وستة نورمال. النورمال من ستة إلى اتناشة. من اتناشة إلى ستاشة. فده طبعا. ايه لاثنول وبراثيتامول. Shitom safely afольз cafeteri Thank you. عشان ما تشوكش انت هاي thank you tocoxist hyperảsnąleastymonaltoxicy. يعني الاخر عيان ده جاي بهاي? العيان ده جاي باي? العيان ده جاي بي WITHarse 230. زائد mtabolic acidosis with elevated aligned gap. mtabolic acidosis with elevated align gap. تمام. الصالة يا بقية. مين من دول اللي يعمل كده? Fulomazynil ده del anti-dot. مسได يلزتويadoresل. متعملش كده. نالوكزون للانديوت بتاع المورفين توكسيسي ما تعمالش كده إيثانول تمام آآ إنسولين إنفيوشن إن أستائل سيستين الوحيد منوariamente الذين يعلم كده هو الإيثانول الوحيد اللي يعمل البياتبوليك أستيرويز select elevated anatomy الإنسولين فييو Rach hug locals اللي إنساؤل سيستين ما بتعملش كده ممكن يعمل آنفيلاكسيز عنيفة لكن ما يعلمشي متابوليك أستيرويس تمام فالوحيد من دول اللي يعمل كده هو الألكول دي الإيسانول أو ميسانول أو السايلين جلايكول أوه لا 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 سواء 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 أنا أوريت السؤال غلط أنا برضو أنا افتكرت يعني هو بيقول إيسانول نورمل هو بيقول لك إيه اللي انت بتستعمله في العلاج العين ده هو عايز عارف عايز يرمى على إيه عايز يرمى على صايدين جلايكول توكسيسيتي أو ميسانول توكسيسيتي ومين من دول اللي انت بتستعمله في علاج العلاج أنا أعسف أنا أوريت الكيسة غلط خلص تمام؟ العين ده جاي بميتابوليك أسيدوزيز وز إليفيتد آنين جاب تمام؟ طيب العين ده آآ غالبا طبعا هو الإيما إيسايلين جلايكول الإيما ميسانول إيه اللي انت بتستعملها؟ الإيثانول طب ليه باقيين ما ينفعوش؟ اللي انت باقيين ودول أنت ضغط لحاجات تانية ولا حاجة من الحاجات تانية بتعمل ميتابوليك أسيدوز وز إليفيتد آنين جاب تمام؟ فعشان كده هي الوحيدة اللي تنفع كلها ليسا.? طيب لية به مساءة يعني فلومازينيد للانت ضغط بتاعت بتاعتب بنزودايزيبين بنزو دzwين ما يعملش بتاعتب أسيدوز اللي لبزون دا الانت ضغط بتاعة المورفين المورفين أوفرdoز ما بعملش بتاعتب أسيدوز الإنسولين دا الانت ضغط بتاع الغلوكوز الإيكي ايه طب ليية به ما ممكن عنده يبقى أييه طبعا ممكن يبقى لعين دة ديكي ايه لان يجدون ميتابولوك اسادوس ولكن ارجع هنا هتاني الجولكوز بتاع العين نورمل. فده ما ينفعش باديك ايه? تمام? طب ليه به ما ممكن يبقى بارسيتامول توكسيسيتي ارجع للكيسة ايه لكن بارسيتامول نورمل. بارسيتامول برضو بيعمل ميتابولوك آآ اسادوس. تمام? فالوحيدة من دول اللي تنفع فعلا هو الايثانول. بس هو مش السبب. انا رأيتها غلط انا فكرت وبيسة عن السبب. لا وبيسة معنى العلاج. العين دي غالبا نتيجة مثانول توكسيسيتي او اسايلين جلايكول توكسيسيتي والحالتين انت بتدي انتدوت لثانول. طب شمعنى يا بيه? هل في حاجة في كي سيناريو قالت ان ده مثانول او اسايلين جلايكول? لا. تمام? لانك انت هتبص على انتدوت وتشوف الانتدوت دي بتعالج ايه? وتشوف الحاجة اللي بتعالج دي بتعمل الميتابولوك اسادوسيس ولا لا? تمام? اعتذر على الخطة اللي مش معفوة. اه سؤال مباشر احنا لسا حالين فوق. الهيبرن بيشتغل ازاي? انتي سروم بنتين. انتي سروم بنتين. عيانة في ميلة اتنين وسبعين سنة العيانة دي عندها اوستيبروسيز استارتد ان الهندرونيات. وشوان افزافرون سايد افكتا از امبورتن تورن اباون. لو انت هتحط عيانة على الهندرونيات. انت خاف ايه? عليها جيو ايتي بتاعها. نمبر اوان. جيو ايتي بتاعها. تمام? الهارت بيرن طبعا. طب يا بيه لو العيانة بتادي بتحصل لها جيو ايتي منفستيشن عنيفة ازاي بابتكال او ماركت جير زاعتها انت بتقلب العيانة على او دورنك اسcapeز. عين سابقا قلع ستين سنة? مش haha على مستي. تلاتين ماربتين يعني بياخد ستين من المورفين. طيب انت نوت تقلب العين دا ليورا المورفين. من مستي وتدها له. العين دا مش على مستي تلاتين في اتنين. يعني بياخد ستين مستي. هصلي بريكترو بين. وانت نوت أقلوبها على اورومورفين تمام? الجورة اللي بتديها لو هاصلا يعان بريكترو بين انك انت بتدي صوتس الجرعة لو كان ماشي عليها تمام صوتس الجرعة صوتس الستين يعني هياخد عشرة ميلي جرام طيب اه لو انت هتديها لفعيان كارديا كاريس واحد لألف تمام طب هو هنا مش حاطت واحد لألف حاطت واحد لعشر تلاف لا ايه بساتة اختار عشرة لعشر تلاف اضرب ضيف عشرة واضرب ضيف عشر تمام اولا ندوس بتتاخد زي بتتاخد انترا فينس في حالات الكارديا كاريس في حالات الانافلاكس بتتاخد انترا ماسكولر تمام ما تنساش في الانافلاكس نص ميلي واحد لألف انترا ماسكولر في الكارديا كاريس انترا فينس واحد لألف واحد ميلي تمام واحد ميلي واحد لألف انترا فينس او عشرة ميلي اه او عشرة ميلي واحد لعشرة تلاف هي هي على فكرة تمام عشرة ميلي واحد لعشرة تلاف هي نفسها الواحد ميلي واحد ميلي واحد لألف الاصل يعني هو ضرب ضيف عشرة وضرب ضيف عشرة خلى الواحد من العشرة مني فخفف التركيز واحد لعشرة تلافية هي على فكرة. تمام? طيب. عينا اربعتاشر سنة بنت صغيرة جاية الـ AR. البنت دي بعد ان اجدتها في المطلقة بسطولاتها. في المطلقة هي اجتبتها. ايه دوة البنت دي اخدته تمام بنتها اربعتاشر سنة مرة واحد لقيتل رقبتها متنية على جبب الجو مش عارفها تفتحه وعنها لفها فوق تمام ده على طول انتي متى قدر ايه لان ده اعرض اكيو دستونيا اول ما تلاقي رقبها متنية على جب. اسبازم في عضلات الجو عينها رفل فوق. اي عضام في عضلات الجسم فيها اسبازم عنيف. ده اكيو دستونيا. علاج و ايه? دويين بنزوتروبين مع ضيفن هادرامين. مين من دول ما بيحصلش كسايد افكت? مين من دول ما بيحصلش كسايد افكت? آآ من السوديوم فالبوريت. تمام? الوبيشا وتجين هيباطيس اندكشن سايتو كروم بفور ففتي. طبعا الوحيدة من دول. اللي ما بتحصلش هو انه هو اندكشن لسايتو كروم بفور ففتي. بالعكس. السوديوم فالبوريت هو انهيباطر لسايتو كروم بفور ففتي. طيب. السؤال اللي بعده. عيان واحد وشرين سنة جاي الاي ار. العيان ده اصحابه جايبينه لانه كونفيوس. الريبورت انه كان بيشتكي من صداع. بقى له كم اسبوع. عنده ابنورمل بنك ميكوزا. ابنورمالي بنك ميكوزا. تمام? وكان مصدع باله فترة. اه. وعنده لو جريد بايوريكسيا. ما فيش حاجة تانية. طيب نمسيكم واحدة واحدة. طبعا ما فيش حاجة ده يجنص في الكسيناريك. فاناخدها واحد. هلينفع ده يبقى 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 من الجايس؟ لا. من الجايس بتبقى بيري هاي جريد فيفور. وبيبقى معها بتيكة على الجسم. هلينفع بارسيتامول توكسيسي؟ بارسيتامول ما بيعملش بنك ميكوزا. البرسيتامول في اللابس بتلاقي العيان متابوليك اسيدوز اللي هو سيفير وليفيت ليفر انزين فممكن يضرب الكبني. هل ده صبع ركناود هامرج؟ صبع ركناود هامرج صادن سيفير هادك. صادن سيفير هادك. تمام? مش مش آآ مش اجراد والهادك بالنظر ده. تمام? صادن سيفير هادك والعيان بيبقى معه برضو شوية من الجسم. فتلاقي شوية نيك ريجيدي وفومتينج. آآ وبردو ما تعمل حاجة تمام؟ طيب فالوحيدة من دول هو الكاربون ميكوزا. الوحيد اللي ينفع يعمل بنك ميكوزا. تمام? آآ هل يابيه تاني هل كيسة دي فيها حاجة دياجنوستيك؟ لا. هو كل ما يدهون صداعه بنك ميكوزا. طبعا مش دياجنوستيك. لكن الفكرة انك لما تبص على بيئة الحاجات تبين كلهم غلطة. طيب الكيسة اللي بعد كده مش مش دياجنوستيك يعني هما آآ موجودين جدا في كاربون ميكوزا. بس انا عصد مش اول ما اشوف صداعه بنك ميكوزا هتجي في دماغك كاربون ميكوزا. تمام? لان خلي بالك كاربون ميكوزا. وخصوصا قصة الفترة طويلة ان هو باله فترة بالصداع. تمام? آآ دايش خليك شوية ما يجيش في دماغك اوي الكاربون ميكوزا. از افرس شويس. طيب العيانة اربعة تلاتين سنة انتيفوسفليبس اندروم. العيانة دماشي على الوارفرين كانت مزبوطة على ثلاثة بلا سنتين. الوارفرين النهاردة ال. الانر ال. يبقى الوارفرين تكسر. اللي بيكسر الوارفرين سيتو كروم بفور فففتي. يبقى العيانة دي اخدت حاجة عمل بها اندوكشن للسيتو كروم بفور فالوارفرين تكسر في الانر ال. مين من الدول بيعمل كده؟ الكاربون مزيبين. ليه؟ لانه دا الانديوسر لسيتو كروم بفور ففتي. تمام؟ فرفع لك الوارفرين فكسر. فكسر الوارفرين فقلل الانر. طيب. الكيسة اللي بعدها عيانة عنده ستة وخمسين سنة. العيان ده بيتعالج بالدوكس الروبسين عشان ترانزيشنال سيل كرسنوها. سؤال مباشر يا بي من النفرولج. الدوكس هي لا لا مش من النفرولج ده في البيزيك سانس. الدوكس الروبسين ده هيجي في البيزيك سانس. تمام؟ الدوكس الروبسين اشهر حاجة بيضربها في قلب اه في العيان هو قلب العيان. بيعمل كارديو ميوس. عشان كده العياني ماشيين على دوكس الروبسين لازم تتباعهم بالاكم. هناخدها في تجميع الكيموساربي الموجودة في البيزيك سانس. طيب. الكيسة اللي بعدها عيانة عنده تسعة وخمسين سنة. العيان ده نون طيب تو ديابيتس. اترافايبريشن ابليبسي. جاي عشان هو حاس ان هو مش كويس. المين بتاعه بلوج. يا ليلى زرقة. يا ليلى زرقة. تمام؟ شايف رؤية زرقة. مين اللي بيعمل يا ليلى زرقة? الفياجرا. السلدنافل. بيشتغل ازاي? فوسفو دايستريز انهيبتو. عيان عنده بورل كنترول الازمة. ماشي على مونت الويكاس. واتزا ميكانيزم اف اكشن للمونت الويكاس. خدناه فين? خدناه في الشست. تمام؟ هو موجود في الشست. عيان اربعة وثلاثين سنة. عنده هستورو ديبريشن. ادميتل للأي ار. تمام؟ ادميتل للأي ار. استيتس هي تاكن اووردوز في بوست دايزيبام. اخد اووردوز من دايزيبام ودوستيليبين. اخد اووردوز من دايزيبام ودوستيليبين. الانيكستيب او اكشن يبيه. بتديل فلومازيني اللي هو انت دورت البنزيبين. تعمله هيمو دايزيبين. اوبتين اي سي جي. اه. جيف نالوغزون. اه. ولا استار. اه. ان استار. اه. طيب. اولا هل العين ده. هل العين ده بيه. عيان متضبط زي الفل ا اخد اووردوز من دايزيبام. لكن خلي بقليك. قبل ما تخف من دايزيبام خف من التاني. ما تدوسيليبين. تمام؟ الدوسيبين فيتل. ليه فيتل لاني ده تريسيكلك انتي ديبرسان. ليه بيعمل ماركت ارزميا. تمام؟ اي عين ياخد اووردوز من تريسيكلك انتي ديبرسان اميدة اي سي جي. تمام؟ ليه لان زي ما قلت لك فيتل. ممكن يموت العيان. لو لقيت انت بلقص اهم حاج في الاسي جي. الويدز بتاع الكيريس. لو الكيريس ليتها واسعة على طول ادي العين صوديوم بيكار. طيب الكيسة اللي بعدها عين ربعين سنة ايش اي في بوزوتيف. العين ده. ربيوت فالرسبيراتور كيلينيك. ستارتيد ثريتين فور تي بي. اي دوام من عائلة تي بي. اللي بيعمل بريفران نيوروبسي. انت هو موامد عينك. ايزو نازل. ايزو نازيد. تمام؟ طيب ازاي بتحمل الحركة ديابي. عن طريق انك انت تدي فيتل بيتام بيستة اللي هو بايردو حسين. تمام؟ ازو نازل لي اتنين مشكلتين كبار في الشابتر ده عدوا عدينا. مشكلة الاولى موضوع بريفران نيوروبسي ودي علاجة بايردوكسين. مشكلة التانية كبيرة انه هو انهيبتور لسيتو كروم بي فور ففتي. طيب. الكيسة اللي بعدها اي بي. عيانة ستة وخمسين سنة. العيانة دي جاية الإي آر. اي بي سايد بيشانت امتي بلستر باكت اوف كوكو دامول. تمام؟ انديكيتن ذاتشي مي هف تيكي ابتو خمسين تابلت. استطاع تقوم بيشانة. بعمل هذه الليوم قادم بحصول تعانيها. عيانة دي اخدت جرعات عالية جدا من الكوهو او كو دامول. تمام؟ ايه نكنس ستيبو في اكشن. العيانة سي هف تيكي بعدها. الفكرة انك انت مش عارف العيانة دي اخدت بورشام امتى? تمام؟ انت مش عارف العيانة دي اخدت بورشام امتى؟ طيب. trusts سيبو على طول انها ستار ستاين. تمام? اديها نالوكزون. اديها انها ستار ستاين. ولا اعملها observation. تمام? العيانة دي يا بيه اخذ الجرعة عالية جدا من الكوكو دامول. طيب. الفكرة في اي يا بيه? كان لي بالك ان الكوكو دامول دعو برعا عن جزئين. الكوديين والبرستامول. التلاتين دي كوديين. والخمسمية دي البرستامول. هو دوا بيكو من حتتين. الكوكو دين والجزء التاني برستامول. تمام? طيب. هي اخذت خمسمية من البرستامول. بس خمسمية في تلاتين قرص. يعني اخذت خمسة وعشرين ميلي جرام برستامول. ايه اول خطة بتعملها في العينين زي دول? انك انت تاخد عينا بعد اربع ساعة. بس هل ينفع يطبع الكلام ده هنا? لا. ليه? لانك انت ما تعرفش العينا انت اخذت امتا? فبالتالي ما ينفعش تستاني الاربع ساعة. ساعة اقولنا يا بي. ده انديكيشن انك على طول. اميديتلي تستار الانتي طول. طول ما انت مش عارف العين قدامك اخذ القرعة امتا? اميديتلي بتستار الانتي طيب. اه بعد كده السؤال اللي بعده مين من دول بيعمل الريدوكشن للأكشن بتاع الامين وفلن. مين من دول بيقلي الاخشن بتاع الامين وفلن. سبروفلوكسسن الاكوتي سلنوال كونسومشن. الامبرازول. السموكينج. الاريثروميسن. ولا مش عارف ايه. طيب. اللي جابه اللي صحي اللي مكتوبة في شابتر فارما. هل اللي بعده كان السموكين بنشط انزيم ساعة كروم B450. 1A2. تمام? نوع من انها ساعة كروم B450. ده بيكسر امين وفلن. فانت لو نشط الانزيم ده عن طريق السموكينج بيتقلل الامين وفلن. ده بيوريك ليه الناس المدخنين في المحتاج بتحتاج جرعات اعلى من الامين وفلن. طيب. الميكانيزم وفاكشن بتاع الفلكنايد. فلوريت الفلكنايد انتياريزميك دراج في العينين بتاع الاف. بشرط ما يبقاش عنده بيشتغل ازاي صوديوم تشانل بلوكر. طيب. هو كلاس وان انتياريزمية. طيب. زي ما قلنا الفلكنايد بيشتغل ازاي? فلكنايد عبارة عن صوديوم تشانل بلوكر. تمام? خلي بالك تأسيمة الانتياريزمي كميديكيشن مهمة بيسأل فيها كتير. which one of the following is not to recognize as a side effect of dopamine receptor agonism? مين من دول ما بيحصلش مع الدوبامين receptor agonism? بوشرا هي بوتينشان طبعا. day time somnus طبعا. جالكتوريا لأة. نوجيا وهالي سنيشان ايو. تمام? مكتوبة فين ده من شطر النيوروليش. هتولعيها في الادوية بتاعة علاج الباركنسون اسم. تمام? كلهم صح مع ده جالكتوريا. مستحيل تبقى جالكتوريا اساسا. ليه? انه ده دوبامين ريسيبتور اجنس. الدوبامين ريسيبتور اجنس ده عكس برولاكتين. تمام? آآ مدام عكس برولاكتين مستحيل يبقى جالكتوريا. اي حاجة بتزود الدوبامين بتقلل حاكتين. بتقلل جروس هرمون وبتقلل برولاكتين هرمون. طيب. السؤال بعده عيان تسعة وستين سنة لعيقة تتسعة وثلاثين عيانة دياجنوز was hypertension. she is sexually active and does not currently use any type of contraception. other than barrier muscle. البنت دي انت انت هيبرتنسيف. ما تاخدش contraception غير كندم. طبعا الكندم اعلى وسيلة تفشل. تمام? الفيليوريب بتاع كندم. البرير كنترسيبشن كلهم عالي جدا. طيب. فالبنت دي ببساطة جديدة هو عايزي اقول لك انها ممكن تحمل. بسبب انها مش بماشي على قصيب ومحترم. طيب. اه ايه الحاجة اللي تدهاء ممنوعك من هيدرالزين نفيديبن. مثال دوبالابيتالول والاسينو بريل. ايه الدواء دون من ممنوع الاسنهيبتر. ليه? لان البنت دي ممكن تحمل. والدواء اللي هو ابسوليوت كونتر انديكيتل لو حملت هو الاسنهيبتر. لانو تراتوجينك بهم. طيب. الكسه البعده. عيان ابتدع على صايكلوفوسفامايد. صايكلوفوسفامايد. صغل مباشر يا بي. صايكلوفوسفامايد. ايه لكم موسكو مصادفك بتاعه. سي مع سي. صايكلوفوسفامايد مع هيموراجيك سيستايتس. للموسكو مصادفك بتاعه. هتلاقيهم في التجميع بتاعت الكيموساربي موجودة في البيزيك سانس. تمام? مالتكارديو مايوباسية. ده مشهور جدا معدو اسمه الدوكسي روبسين. تمام? الوتو الوكسي سيتي والالوبيش وويت جين حاجات كتير بتعمله. مين من دول ما بيعملش كوليسيزيس؟ ايريسروميسي. كلوربرومازين مثال دوبا. جليكلازايد أو رسي بي. ماشي. كلهم صاح معدل مشال دوبا. مين من دول ما بيعملش او بيعمل اتاك او بيعمل اتاك اف اكيوت انترميتم بورفيريا. تمام? تفاصيل بورفيريا لسه هنبقى ناخده بس مين من دول ممكن يعمل لك التاج of acute intermittent بورفيريا تمام اللي هو نمبر E O C B الore contraceptive what is the mechanism of action of gosarylene in a prostate cancer gonadotropine receptor hormone agonist طب انت بتستفيد ايه لما تدي agonist للgonadotropine releasing hormone لما تدي agonist للgonadotropine releasing hormone بتقلل ال FSH والاله فتقلل التستيرون طب انت استفادت من كده ايه البروستات cancer androgen dependent تمام لما انت بتعمل androgen ablation سواء surgically انك انت chelotesis او medically انك انت تقلل التستيرون والandrogen secretion ده بيقلل جدا جدا حجم التومر طيب what's one of the following بيشتغل على الcalcine urine اتنين التاكرولمس و يشتغلوا بيعملوا الكالسوبورين الموجود في T-cell فيقلل لك الانترلوك انتو بروتاكشن عيين خمسة واربين سنة العين ده عنده يصيروا في الدبريشان تمام وجاستروا جايلك عشان عنده ملكي ديستشارج ملكي ديستشارج معناه ان العين ده عنده جالاكتورية تمام طيب البرولاكتن بتاعه عالي سبعمية السؤال اللي بيسألوه لك هنا ايه داو من دول بيعمل جالاكتورية العين ده عنده فماشى على داو من ادوية السيكاتري تمام او لا هو مش حاطة ادوية ماشى ايه داو من دول اللي بيعمل جالاكتورية او مبرزول فلوكسيتين متوكولوبرامايد سيميتدين اميتريبتدين تمام ماشى الوحيب من دول هو المتوكولوبرامايد اوكي ماشى ماشى ايه الانوانت السايد افكت بتاع الجليكلازايد الجليكلازايد لسه هناخله في الاندوكراين تمام من السايد افكت بتاعته اللي بيعملها الويت كين مال مين اكتر واحد يابي بيخسس اكتر واحد بيخسس من الويت سكر هو متفرمن جايلك انت بتشغل نايف في الانكولوجي يونيت البشنط اللي داخلك سبعة وستين سنة هرمون متاستاتيك بورستر كاسر من ست شهور العيان ده كان جايه العيادة عشان تحطه على دوسيت دوسيتاكسل بوسك كيموت سربي انفرشنطلي هزيسيز هز كونتينو هز كونتينو هز كين توبيرشو فرز 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 واحد من الأدوية الجديدة على فكرة. طيب. عيانة 45 سنة العيانة دي unconscious. عيانة 45 سنة العيانة دي found unconscious. الولاك انها ماشي على الأدوية كثير للدبرشن وسليزوفرينة. العيانة دي جاي الاميرجنسي دبارمنت تمام. Unconscious وفبرايل وسيصل بطالب برشرة مائة وتمانين والهارت ريطة مائة واربين. وماصل ريجيديتي خلصت على كده. ريجيديتي دي كي وورد. تمام. خلي بقلك ريجيديتي وفيفر وكريات كينيز علي جدا فعيانة ماشي على أنتي سايكوتك ميديكيش. ده نيورليبتيك ماليجنسي دروم انت مغمض عينك. تمام. ليه؟ أول ما تلاقي ريجيديتي وفيفر فعيان سايكوتك نيورليبتيك ماليجنسي دروم. ده واحد من الاكسرا بيراميدال ما نفيستيش. علاجه ايه؟ الفرس لاين على طول اللي هو الدنترولين. طيب. الكيس البعده. عيان خمسة وخمسين سنة. العيان ده خمسة وخمسين سنة ديابيتك. جاء العيادة concern about erectile dysfunction. فانت كتبتله سيدنافيل. سؤال مباشرة يا بيت. سيدنافيل يشغل زي فوسفو داستيريس طيب فايف انهابتر. تمام. تلاتة فوسفو داستيريس انهابتر. السيوفيلين والديبرداميد والسيدنافيل. تمام. طيب ما تنساش انه ممنوع جدا مع الادوية اللي بتعمل هايبوتينشن زي العيت الناتريد بصف عامة. الالفا ونبلوكر والنيكوراندين. عيان تسع وخمسين سنة عنده طيب تو ديابيتس ولا بناء بي بي اتش. جاي بيورن ريتنشن اكيوت رينا فيدر. which one of the following should be discontinued. تمام. ايه ده هم من دول لازم توقف عين دخل منك في رينا فيدر. طبعا ميتفورمن. طبعا الميتفورمن. ده سؤال من الاندوكراين. ليه? الميتفورمن مع رينا الامبيرمن بيعمل كارثة. نادر ما بتحصل بس لو حصلت كارثة اسمها لكتيك اسيلوزيس. طيب. الكيسة اللي بعدها السايزات بيشتغل فين? احنا قلنا يا بي. خلي بعلك فيه اثنين ديوريتك بيشتغل نفس المكان. اللي هو distal combidated tubule. تمام? الاتنين ديوريتك اللي بيشتغل عن نفس المكان هم السايز هايد وي السبروني الاكتون. بس خلي بعلك السايزات بيشتغل على البروكسيمال بار بتاع distal combidated tubule. اما يا بي التاني اللي هو الهو ال فريزمايد بيشتغل فين? بيشتغل على sindic lubofenly. طيب سؤال مباشر يا بي. مين من دول بيحصل في phase two reaction. ايه phase two reaction دي بتحصل في الليفر. بيحول لك الادوية من صورة active form لل inactive form. تمام? الconjugation. مثال مشهور بالروبين بيتحول ال unconjugated لconjugated وبيترب في اليورين. طيب. السؤال البعده. تلاتة اربان سنة عنده bipolar disorder. تمام? الليسيام ليفل بتاعه اربعة واتنين. من الواضحة عنده جاي بليسيام توكسيس. حلو? طيب. الليسيام ليفل بتاعه اربعة واتنين ده طبعا انديكيشن على طول ليهيمو دياليسيز. ده هم يسيطة تلاتين بوداسيوم نورمال. يوريام. نورمال كريات نورمال بيكارب نورمال. what is the most appropriate management? هيمو دياليسيز. من غير ما تقرأ كيسة. هتقول لي طب هو فيه انديكيشن هنا دي لوحدها كفاية. الليسيام ليفل اربعة واتنين. انت لو عندك انيورولوجيكال او كاردياك او طيب. الكيسة اللي بعدها. اه مين من دول ما بيعملش بان سايتوبينيا? الكاربامازيبين الكاربامازول. الليسيام الجول. اه كولران في نيكول. الليسيام. مش مشهور خالص انه بيعمل بان سايتوبينيا. ما البيعمل اي من فوق اي تحت. دماغ العين ديابيتس انسيبلس. رقبة العين هيبوساردس. قلب العين شوية الايكترويد ديسيربانسيز. بانطنا العين نوزي وفامتك ديارية. يوترس العينة ابشتين انومالي. وقدين العينة. ده السايد افكت يا بي. بتاعة الليسيام. عينة في مين عندها تسعة وسبعين سنة. العينة دي نون سي ودي. وعندها متاستاتيك. اه لانج كانسر. ادمتلوز انكريزن شورتنسو بريس. فلونج ديسكاشن. وصفامي. اتس ديسايدوز درو اكتف اكتف تريتمنت. انكلودنج فلود والانتيباطيق. خلص العين دي بتموت. فاهلا واقفوا انك انت تتوقف العلاج بتاعها. بعد يومين العينة بيت ماركت لي اجيتيتيتين. تمام? اه اي ممكن تديها عشان اجيتيتيشن لعندها? سبكتين نسمي ده دولة. انترامسكتر هالوبردول. لو اه لوميتازيبام. اورال هالوبردول. ولا ريكمنز افلود وانتيباطيق. طيب شكرا. طيب. اه مفروض طبعا الدراج اوف تشويس. في الاجيتيشن. في العينين دول. هو الهالوبردول. طب معلش. نقرأ مواطر وليه. اه. انا مش حاطة الدسكاشون. متاستاتيك لانج ديسيز. فولونج دسكاشون. فاميلي. لا مش عارف صراح. مش عارف. مش عارف وليه الاجابة هنا ده يا زبام. هو ميدازولام واحد واحد من الادوية اللي ممكن تستعملها في الاجيتيشن. بس هو مفروض فرس لاين هالوبردول. لا مش عارف. محتاج يا راجع سؤال دي تاني. ليه هو هنا مختار آآ ميدازولام ومش مختار هالوبردول. هو ميدازولام فرس لاين في الكحول ومخدرات. طب دي عيانة عجوزة عادية ومحجوزة في المستشفى. طب هراجحها وقوله. طيب. عيان اتنين وستين سنة. العيان ده جاي المستشفى بعد اربعة عسابية من بدايته اتدعى على متفورمن. فور طيب تو ديفيس. البادي باس اندكس بتاعو سابع وعشرين ونص. بسبب سلو تتريتنج زى دوز ابتو خمسمائة ميلي جرام. هي هايز اكسبرينسي تسجنيفكاً دايري. خلي بقى لك دايريه من السايد فاكت المشهورة جداً اللي بتحصل مع متفورمن. طيب. حاولنا نقلل الجرع الخمسمائة. لكننا اعراض ما زالت مستمرة. what is the most appropriate action عند العين ده. العين ده حطيته على متفورمن. حصله دايريه عنيفة. قللت الدوز. دايريه ما زالت مستمرة. next step. تقلبه على بايجوليتازون. تقلبه على جليكلازايد. آآ تحط له slow modified release متفورمن. تمام? آآ دخل لبرامايد ولا الرينج كولنسك. لأ الاجابة number six. تمام? انت دلوقتي لو العيان ما استجبشي برغم انك انت تقلل الجرع بتحوله لمودفايد ريليز متفورمن. تمام? طب ايه الفكرة من كده بيه? الفكرة من كده انك لما بتقللوا على مودفايد ريليز متفورمن. بتقلل اوي 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 السايد افكت اللي عند العين. كلام ده برضو تاني. كلام ده بالتفاصيل كله جاي في الاندوكراي. طيب. الكيسة البعدها عيانة اتنين وستين سنة. عندها متاستاتيك بريست كانسر جاي عشان عندها انكريزن شورتنسو في بريست. she is currently receiving a chemotherapy regimen. ون اجزامنشن. سيرد هارت ساوند والايبكس دي سيبليز بنوضح كده عيانة هارت فيدر ولا ايه. لان عندها سيرد هارت ساوند والبهة كبير والايبكس في السيكس سبيسة انتيرو اجزال ريين. وش افزا فولون ايجن. اه. العيانة ده حصل عندها قردو مايو بسي. ليه? بتنهك. البهة كبير. الايبكس متشفيتة لتحت والبرة. وعندها استيسري. جايب اكوت هارف يدر. ايه كيموثربي المشهور بكده ايه بكت لتكسل. مش عارف ايه بليومايسن. لا بليومايسن ده يدر بلانج. دكتينومايسن ولا دكسوروبوسين. دكسوروبوسين طبعا. دكسوروبوسين. دكسوروبوسين. دكسوروبوسين is the most common كيموثربي كوزين كاردومايباسي. تمام? البليومايسن is the most كومان كيموثربي كوزين لانج فايبروزيس. عيان ثلاثين سنة جاي الاي اي ار. العيانة حصل عندها بي نط ألرجي. تمام? ده خلت انافيلاكسز عنيف. ضغطها واقع. عشان كده انافيلاكسز. تمام? لانا خلي بالك لو ارتكارية بس. ساعتها انت بتقول عليها ارتكارية عادية. لو هو سكن راش فاس. تمام? لكن لو سكن راش مع ضغط واقع او ماركت فومتينج او العيان مش عارف ياخد نفسه او يزي سعنيفة ده انافيلاكسز. الدكسوروبوس لانافيلاكسز ادرينالين. بقرر كام واحد الالف. بيتاخد ازاي انتراماسكولر. تمام? خلي بالك تفاصيل ادرينال مهمة جدا. بيتاخد انتراماسكولر بقررة واحد الالف بيتاخد انتراماسكولر. طيب. بس كلام دات لها. طب الكيسة اللي بعدها يا بي عيان بيتاخ. اتحط على اه عنده هسترو فيتاك من تلات شهور اتحط على اميو دارون. فجايز لك دلوقت باعراض هيبو سايروديزم. بتاعه عالي جدا. طيب. اه خلي بالك احنا قلنا. لو عيانناش على اميو دارون دخل في هايبو سايروديزم. فهل ده انديكيش انك انت تتعرف. الاميو دارون? لا. ما اللي بتعمل ايه? بتدي سايروكسين وبتكمل اميو دارون. بتدي سايروكسين وبتكمل الاميو دارون. which one of the following is of the relating is false to st. john ward. تمام. ايه غلط regarding st. john ward. الside effect بتعته شبه بلاسيبو. ميكو سيروتون طبعا. هو anti-depressant. تمام. ميكانيزم الاميو دارون في اكشن سيميلر. بيعمل الانيباشن سايروكسين بفيرو ففتي؟ لا. حتى لو انت مش عارف ايتي الحاجات. ما اللي بيعمل ايه؟ ماركت استيميليشن. ماركت استيميليشن. تمام? وخلي بالك من النقطة دي لانه بيحبو كتر جدا موضوع سانت جون وورل لانه كومان في البراكتس. طيب. عينا اتنين وخمسين سنة عنده هستروفايبرتنشان فاونتو هاف. اه الريسك بتاع العاشر سنين انه يجيله مرض في العاشر سنين اللي احتمالية العين ده يبقى كاردياك في العاشر سنين جايين تمانية عشرين في المائة. دي سيجن از ميت عشان كده انتقررت وحطه على ستتين. ليه؟ لانه كارديو فاسكو الريسك في العاشر سنين عاشر اونجيين اكتر من عشرين في المائة طيب? طيب حطيتوا على الساتين? الفانكشن بتاعته. البلورو بين عشرة. اه. الالبي ستة وتسعين نوربا. الالتي تلاتين نوربا الجدي جي بي تمانية وعشرين نوربا بعدها بثلات شوار البلورو میں تناشر نوربا. الالتي مية وتسبعة. زااد اكتر من ثلاث اضعف. الجي جي تي مية یا أربعة. زااد اكتر من ثلاث المترجمات لقد تفعل الأشياء على التفاوض المباشر على إيقاظته لطلقة هو هنا مش عايز يوقفه دي يعني هو مختار الإجابة continue the treatment and repeat the liver function test in one month وقايل في الكومنت ان احنا مش هون نوقفه لان لازم يزيادة تبع عالية ومستمرة and persist of the upper limit of the reference range مش 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 يعني هو عايز يعيده بعد شهر عشان يشوف الليفل بتاعه لسه عالي ولا ولو لسه عالي ساعتها يوقف ماشي اوكي حتة غريبة ماشي طيب اه هو اللي حصل في العين ده هيبطايس بتاعته عالية بس هو هنا مش عايز يوقف لان هو عايز يقسها بعد شهر وشوف الليفل لسه عالي ولا ماشي طيب elderly man admitted to the acute medical unit وزاس نيه is known to have ischemic heart disease and chronic heart failure developed atrial fibrillation with a fast ventricular response during his admission which one of the final drugs is contraindicated مين من الادوية دول ممنوعين العين ده af ventricular attack with class with kneeha class 3 لم يدرون a-digoxin a-bisobrolol الفلكينايد الwarfarin طبعا الفلكينايد ليه؟ لان العين heart failure العين structure heart disease تمام؟ ماينفعش خالص انك انت تحطه على فلكينايد فلكينايد من احسن الادوية في الاف غالبا احيانا بيردهم لكن اه مشكلته انه ممنوع خالص في اي عين عنده اي نوع من انواع ممنوع خالص في ميال واحدة وربعين سنة في ميال انفتيجيت هاتفلش ونواتي البلد بتاست بتاعتها طلع significant ريز FSH من الواضح انها دخلت في المينبوز and their symptoms are attributed to the المينبوز فانوان دسكشن هاتفت البنت دي عايزة تتحط على هرمون ريبليسمي طيب what is the most significant risk of prescription and estrogen only preparation اي ريسك اللي انت هتاخده منك انت هتحط هتديها estrogen بس من غير progesterone انت مغمض عينك يعني ايه بالرحمة البنت دي هتتحط على هرمون ريبليسمي عشان المينبوز manifestation عندها حلو طيب انت لو انت قررت انك انت تحطها على estrogen بدون progesterone الا هيحصل الريسك بتاع اندوميترا كارسينوم هيعلى جدا ليه اندوميترا كارسينوم مرتبطة ارتباط اساسي بال estrogen حلو اللي بيحميها من خطر estrogen ال progesterone فانت لو ديتها estrogen من غير ال progesterone بيزيد جدا احتمالية ال endometrial carcinoma عندها which of the following is true regarding the basophysiology of the barcetamol overdose من من ضوء صح regarding ال barcetamol overdose normally executive بيطلع عن طريق بفتداء صح ال overdose بتعمل excessive build up of mercaptoburic acid ال conjugation with barcetamol saturated انت عايزة صح ولا الغلط is it true regarding the basophysiology اذا انا بصراح ما اعرف معلومة المركب topuric acid طيب ال conjugation بيبقى saturated في ال overdose glutathione level increase following barcetamol overdose بيزود اللي بيزود اللي بيزود لان ال sitylcine acting by antagonizing المركب ماشي الاقابة الوحيدة اللي تنفع هو chapter اه 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 الاقابة الوحيدة اللي تنفع هي number C انك انت لوما العين بياخد تنفع من برستامول بيبتدي يحصل الكونجيجيشن للجلوتاسيون. وبعد كده بيدخل الغشيم. اللي هو سيتو كروم بي فور ففتي. تمام? مشكلة الغشيم انه بيحاول ببارسيتامول لتوكسيك ميتابولايت. تمام? بيحاول اللي فالعاد ما ما يقدر بجلوتاسيون وغيره وان يشيل التوكسيك ميتابولايت. بجاية ما كل الانزايز متخلص وساعتها الغشيم بيكمل في تطليق التوكسيك ميتابولايت. آآ عين اربعة وخمسين سنة هايبرتنسة. آآ ايه كمبلينز دات اوبر زباستو مانس يدفلو بانكل السويني. سأل مباشر يبي ايه دوم من دول بيعمل انكل السويني. ايس هنا هابطلو ما بيعملش كده. اللي اسم مشهور جدا بي الكاف. تمام? بدر الكاف بسبب زيادة بريديكاينين وتراتوجينيسة والهايبركاليمة. الاملوديبين طبعا. ايه الاملوديبين ده كالسونشان الاملوديبين مشهور بالانكلديمة. الاملوديبين مشهور بالكنستبيش. الدوكسيسين ده الفا بلوكر مشهور بالبصرة هيبوتاج. الموكسوندين ده برضو انتهيبرتنسة في ميديكيشم. ايه موسكوما صايد افكت بتاعه هاي هيرشيتزم. عشان كده ممكن تستعملهم في الناس اللي عندهم بألوبيشيا. اللوزارتان ده آردس. تمام? بيعمل كل صايد افكت بتاعتي الإيس مع ده رايكاف لانه ما بيزودش بريديكاين. طيب كده احنا خلصنا اسئلة الفارماكولوجي بالكاملة.